أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في عالم المخ والعصاب عالم اللي احنا بنفتخر به نسعد به على مستوى المصري والعربي وعلى المستوى الثقافي الأهلامي احنا نتفنان فرد بان احنا مرجعية المخ والعصاب في الوطن العربي الحمد لله في حاجات كتيرة لكن خلينا نبدأ حوار بانه التهور بيعور التهور بيسيء جدا للمتهور وزاد التهور الحقيقة في الفترة مش المفروض يركب على مساء على سرعات كبيرة اصابات بتحصل والدمن تكون غير النهاردة حوار زي ما وزولكم ممتع ومسيط للغاية وضيفي واحد من الشخصيات اللي بنبتخل به على المستوى العلمي وعلى المستوى الجرح هي اداءه العلمي يعني متميز للغاية واحنا النهاردة اكيد سعداء بين احنا بناس صديق واحد من اللي بيكرمه بشكل ريجولر منتظم يعني ما شاء الله في تكريمات من 2010 و2015 و2017 من جامعة القهرة من كل الطب أصر هنا جامعة القهرة على الأبحاث والبحث العلمي اللي في مجال جراحات المخوى الأعصاب ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة لأستاذ دكتور إيهاب عيسى أستاذ جراحة المخوى الأعصاب والعامود الفقري لأستاذ بكل الطب أصر هنا جامعة القهرة عضو كونجرس الأمريكي لجراحات المخوى الأعصاب والعامود الفقري وطبعا جامعة كورتيل بنيورك كورتيل بنيورك بالولايات المتحدة وكولومبيا جامعة كولومبيا بنيورك بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة أريزونا وهلسينكي فنلندا وصاحب التكريم من جامعة القهرة عن عوام 2010 و2015 و2017 الاسم الجراحي والأكاديمي المتميز لغاية كنتون إيهاب بنيورني وسعيد جدا بزيارة تكليم النهار أهلا بك دكتور إيمان وكل سنة وانت طيب والسلام مشاهدين بخير والصحة والسلام مبروك ألف مبروك احنا سعداء جدا بالتكريمات ما شاء الله عن جامعة القهرة على البحث العلمي عن البحث العلمي الدولي في مجال جراحة المخ والأعصاب والعمود الفخري عن مجموعة الأبحاث اللي أنا بنشرها في المجال ده الأبحاث دي خلينا نتكلم عنها شوية باختصار يعني بس أنا كنت عايزة أديك نبزة بسيطة عن يعني إيه بحث علمي في مجال العمود الفخري والمخ والأعصاب يعني ممكن نقولي الأهمية بتاعته بتتلخص في ثلاث جزئية الجزئية الأولى هي العمل بالحديث بتاع رسول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم العلم وعلمها بحيث أن أنت لما بتنشر الخبرة بتاعتك في المجال اللي أنت متخصص فيه طول عمرك زي التدخل المحدود في العمود الفخري سواء الفخرات الانوقية أو الظهرية أو القطنية التدخل بالميكروسكوب زي تتعامل مع الغضاريف مع الدي لما بتنشر خبرة العمر بتاعتك والتقنيات اللي أنت وصلت لها والطرق بتاعة لما بتقدر تنشرها في المجلات العالمية المجلات العالمية لها كوميتي معينة لما بتبعت الحاجة فيها بالخبرة بتاعتك أو لو تقنية جديدة أنت عملها بيتم دراستها وبعد كده يتم نشرها في المجلات العالمية الكبيرة دي لما بيتم نشرها إذن أصبحت الحاجة دي مصرح بيها أن يزاولها جميع جراحين المخ والأعصاب على مستوى العالم ده بيدي فرصة أن أنت بتنشر العلم مش بس الناس اللي بتساعدني أو الناس اللي معايا هي اللي تعلمت بس التقنيات دي أو الخبرة دي لا كل من يزاول مهنة جراحة المخ والأعصاب والأعصاب والأعمود الفخري أصبح متاح لين ويتعلم الخبرة اللي هي بتاعت السنين كلها يتعلمها من خلال قراءة الأبحاث الحاجة الثانية طبعا هي مهمة للجامعة بتاعتك كل ما الجامعة نشر فيها الأساتزة اللي موجودين نشروا أبحاثهم عالميا في مجلات كبيرة ده بيزاود الرانك بتاعنا طبعا جامعة القاهرة بفضل ربنا سبحانه وتعالى سمع أساتزتها الكبار الرانك اللي هو ترتيب العلم الجامعة على مستوى العالم على مستوى العالم وطبعا الإدارة المتميزة اللي موجودة فيها لأنها بتكرم الناس الأساتزة اللي هما بيصعم للأبحاث العلمية الدولية الجامعة القاهرة أصبح لها ترتيب في السنوات الأخيرة ترتيب علم مرموق وسط جامعة العالم بدأت تستعيد وضعها لأنها فهنا دي أول جامعة في الشرق الأوسط ولازم تعود المكانة المتميزة بتاعتها نمرة ثلاثة وهي مهمة جدا بالنسبة للمريض مش بس بالنسبة للمريض علشان الأبحاث العلمية بتزود مدى التقنيات الحديثة فتفيد المريض في علاج المرض لا كمان إن المريض يقدر يوصل للدكتور المتخصص في المشكلة بتاعته يمكن الحاجة دي هتوصل لها برة في أمريكا وفي أوروبا لما بيبقى فيه مريض عنده مشكلة معينة بيخش على باب ميد يمكن باب ميد عالشان سادة مشاهدة دي المكتبة الثقافية الأمريكية بيقدر يشوف الدكتور المتميز اللي عمل أبحاث معينة حوالينا المرض ويقدر يروح يكونتكت الدكتور دوات أو يتصل بيه أو يروح له لأنه خلاص إيران هو عمل العملية دي كذا مرة فأصبح متميز فيها فيقدر يعرف المتميز فيها يمكن في مصر ما وصلناش للمرحلة دي الناس بس بدأت الناس ثقافتهم توصل لها تدريجيا أنا بيجي لناس قريط بعض الأبحاث بتاعتي وعرف أن أنا متميز بسا في التدخل المحدود في المكان دا وبرضو بالنسبة للناس الأجانب اللي موجودين في مصر يمكن لن أنسى حاجة مميزة كانت في مريضة إنجليزية يمكن تعرف أنت الإنجليز دايما عندهم يعني ثقة تمة في بلاتهم بس وما فيش حاجة تانية حتى العربيات حصلها مشكلة كبيرة في العمود الفقري وكانت موجودة هنا وبعدين كانوا بيعملوا شركة التأمين بتاعتها إزاي هيقدروا ينقلوها وهذا القبيل لما بدأت تعمل سيرش وسط الأبحاث بتاعتي عرفتني أن أنا بشتغل الحاجة الفلانية في العمود الفقري التدخل المحدود والكلام دون خلت شركة التأمين بتاعتها عملت معي كونتاكت وحقيقة كان شيء جميل جدا أن أنا دخلتها المستشفى عملت لها العملية والحمد لله يا بخير وسألتها بوضوح لأن أنا بشتغل في المستشفى متخصصة في العمود الفقري والنخ العصاب ولله الحمد يمكن غرفة العمليات بتاعتنا والتقنيات اللي موجودة فيها سواء ميكروسكوب دريل لغيره بتماثل المستشفيات اللي كنت فيها في أمريكا سواء كورنيلا أو كولومبيا سألتها بوضوح إيه رأيك في المستشفى إيه رأيك في التقنيات والناس اللي حوالتنا قلت لي فعلا لا تقل لحاجة عن المستشفيات اللي عندنا براء ده بيوضح لك قد إيه إن مجرد أبحاث علمية مش بس على أهميتها للجامعة ولا أهميتها للعلم لا دي أهميتها كمان للمريض لأنه بيوصل للدكتور بتاعه الفقرة العلوقية بقى بالرأح كده نفهمها لأنه كتير من الناس في العالم العربي والغربي بيشتكوا من مشاكل في الفقرات العموقية وظفتها أعرضها شكلها عمد إزاي مهم جدا السؤال ده دكتور عيمان وأنا حقيقة ما كنتش مؤمن بدور الإعلام قوي في أن أنت توصل للناس مثل هذه المعلومات لحد ما اتفجئت أن على الصفحة بتاعتي بعض المعلومات عن الحبل الشوكي والمعلومات الدقيقة لقيت بتصل للناس ولقيت الناس بيجولي ناس كانوا مماشين في سكاة غلط كتيرة مجرد فهموا بعض الحاجات فبدأوا يبحثهم عن الطريق الصحيح للألاج وعن التشخيص أولا إحنا لما بنتكلم الفقرات العموقية دي الفقرات العمود الفقر طبعا هو عبارة عن فقرات عنقية وظهرية وقطنية الفقرات العموقية دي أول فقرات اللي هي نازلة من قاعد كومكوم دي فيها التكوين الهام جدا وهو الحبل الشوكي زي ما باين في الفيديو عندنا الحبل الشوكي هو اللي موجود في منتصف الفقرات وبيخرج منه الأعصاب الطرفية في النحي دي إيه هو الحبل الشوكي؟ الحبل الشوكي هي تلك مجموعة الألياف العصبية اللي بتنزل من خلايا المخ وبتمتد خلال الفقرات العنقية والفقرات الظهرية وتنتهي عند بداية الفقرات القطرية يعني إيه تنتهي عند بداية الفقرات القطنية يعني لو واحد عنده إصابة تحت الفقرة الخمسة والأولى العجزية الرابعة والخمسة ما فيش هنا الحبل الشوكي فيه الأعصاب الطرفية الحبل الشوكي بينتهي عند الفقرة القطنية الأولى فهمت أصدفين؟ الحبل الشوكي ده هو اللي بيتحكم في حركة الجسم جميع حركة الجسم حركة الأطراف وحركة الساقين هو اللي بيتحكم فيه بشبهه دايماً للمرضى التوعية بتشبيه بسيط كده بقول لهم ده عامل زي عداد الكهرباء اللي بيبقى موجود بره الشائعة لو حصل فيه حاجة هو الشائعة كلها هتنوقها هتطفي وليوم ما يبقى فيها كهرباء خالص حتى لو عادت تدور جوه الشائعة وتحاول تصلح فيها هو المشكلة كلها في العدادة الكابل الكبير الكابل الكبير اللي هو حاجة باعتبروا أحيانا أثمن من المخ أو أهم أو أخطر ليه باعتبروا كده؟ لإن يمكن المخ هو تكون كبير شوية فلما بيحصل إصابة فيه بيتأثر المركز اللي هو حصلت فيه الإصابة مركز الحركة يحصل تأثر في الحركة مركز الكلام تأثر في الكلام الجزء الأمامي يحصل تأثر في السلوك لكن الحق للشوكي كله مجموعة من الألياف العصبية اللي هي حجمها صغير موجودة داخل القناة العصبية دايما لما بيحصل تأثر فيه بيتأثر كل الوظائف كل الوظائف بتاعته علشان كده التكوين ده مهم جدا وعلشان كده الوقاية منه كويسة جدا هامة جدا نفس الكلام اللي انت قلته في بداية الحلقة ونفس الشيء لما يحصل ضغط عليه مهم جدا ان احنا نتعامل مع هذا الضغط بصورة سريعة ومنسيبش الأمور تتفاقم ونهمل فيها وين عانت لحد ما نوصل لمرحلة يصبح التدخل بعدها او اي حاجة ليس لها اي قيمة لان الحبل الشوكي وصل لمرحلة التأثر الكامل لو الفقرات العنقية تأثرت ايه الاعراض اللي عانا يشتيك منها واكيد الاعراض دي كان اعلم اعراض تدريجية يتبدأ من حاجات متوسطة ثم تسوق الامور عندما يضغط الدسك او المشكلة تتفاقم لغاية لما نضغط على الحبل الشوكي فانا همشي مع حضرتك في رحلة طويلة من الاعراض كويس السؤال دي انا عايز اقسم الاعراض ديت علشان اوصل الموضوع للسادة المشاهدين باسلوب بسيط جدا عايزين نقول الاول الاعراض ديت نقسمها لثلاث مجموعات المجموعة الاولى هي اعراض بسيطة جدا اللي هي بتجي الـ 85% من الناس الاعراض التانية هو الغضروف او الضيق اللي ضغط على العصب الطرفي احنا قلنا فيه الحبل الشوكي في المنتصف وخرج منه العصب الطرفية المجموعة الثالثة هي اعراض تأثر الحبل الشوكي او الضغط على الحبل الشوكي وانا اهم رسالة لي النهاردة في حلقة النهاردة ان انا اوصلها لمشاهد هي اعراض تأثر الحبل الشوكي نبدأ بالاعراض البسيطة اللي هي تمدد غضروفي بسيط او ندوق غضروفي بسيط عمل بعض الالام في الرقبة ألم في الضراعين ألم بسيطة ودي الحالات دي في 85-90% بتستجيب للعلاج الدوائي والعلاج الطبيعي وما بقاش منها أي مشاكل خالص ودايما بقول للمرضى ما يقرش تقرير الأشعات يخافوا منه ويمكن علشان هيلقوا الفقرة كذا ولكذا لا فيه دكتور متخصص هيبص علىه ويعرف أنه ده نطوق بسيط ما فيش أي مشاكل خالص بعض العلاج التحفظي هيعلكه نيجي للمجموعة التانية وهو الغدروف الكبير أو الضيق اللي ضاغط على العصب الطرفي اللي بيخرج من الحبل الشوكي هيباني يمكن في الصور اللي موجود قدامنا قلنا الحبل الشوكي ده في المنتصف وخارج منه العصب الطرفي لما يحصل غدروف يضغط على العصب الطرفي هيعمل واحد من الاثنين من الأعراض أو الاثنين مجتمعين معه يعمل ألم أو مصطلحة عليها سيربايكا راديكولوبتي اللي هو ألم في الرقب أو ألم في الضراع أخذ بالحضراته في المرحلة المتقدمة يبدأ يحصل لك تنميل في الضراع مرحلة أكثر تقدما يبدأ يحصل لك ضعف في الضراع طيب إيه علاج الحاجة دي دايما هناخدها قاعدة في العمود الفقري من هنا لحد أي توصيف علاجي لو عندنا مشكلة ألم احنا ممكن نبدي في البداية مسكنات طيب هل فيه دكتور علاج يشيل الغدروف أو يشيل الضيق هو ما فيش في الطب حاجة تشيله ولكن مش عيب إن احنا في أول أسبوعين أول ثلاث أسابيع ده هنا الغدروف الطرفي اللي دغط على العصب الطرف نعطي بعض المسكنات نعطي المسكنات ومضادات الالتهابات إيه الفيدة بتاعتها؟ إنه لما الالتهاب يروح من على العصب ممكن يصبح العصب متعاييش مع الغدروف لما يصبح متعاييش مع الغدروف الآلم هيروح ويصبح المريض كويس ولكن نحط تحت الجلمة الجاية دمية خط لازم يصاحب تحسن الآلم إن القوة زي مهيلة سواء في غدروف الفقرات العنقية أو حتى غضروف الفقرات القطنية اللي بيعمل ألم في الصاق اللي مصطلح على تسميته عرق الناس لازم أن مع زوال الألم تفضل قوة دراعي كويسة ومع الفقرات القطنية اللي هو غضروف الفقرات القطنية تحت يبقى مشت رجلي بقوته أدرمش على صوابع رجلي وأدرمش على قواب رجلي يبقى كده فإن الحصل شفاء العصب أصبح متحمل الغضروف والعصب في كامل قوته ولكن إذا حصل أن المريض عنده ألام مبرحة ما بتتحسنش خدنا مسكنات إسبوعين أو ثلاثة وما فيش تحسن أو بدأ يحصل ضعف بيقدرش يستخدم دراعه بصورة كويسة بالذات في بعض الوظائف اللي بتحتاج الفاين موفمينت أو بتحتاج السكيلز بالدراع والمهارات المعينة بنتكلم على عازف بنتكلم على جراح بنتكلم على شخص بيكتب بيكلم على تارزي حلاء بيستخدم إيده أو حتى أي شخص إيده بدأت تضعف إحنا هنا بنتكلم على المرحلة التانية ما عادتش المشكلة ألم بس لا إحنا هنا بنتكلم على مشكلة ضعف وحتى برضو في الفقرات القطنية لما يحصل مثلا السقوط في مشت القدم أو ضعف في مشت القدم يبدأ مشت رجل ومش قادر يحرقه الفوق وتحت 100% أو ممكن يزك على رجله أو ممكن الشيبش بيتخلع من رجله هو ماشي إذن هنا وصلنا للمرحلة التانية ما عادناش مرحلة ألم مرحلة ضعف وناخدها قعدة في الأعصاب طالما هناك ضعف زي الضغط على الأعصاب أو يساوي لازم يحصل تدخل أي أن كان نوع التدخل بقى ده حسب ما هنتكلم عليه وأنواعه والتكنولوجيا بتاعته ولكن لازم يكون هناك تدخل علشان نرفع الضغط عن الأعصاب نادي دي الحتة اللي فاتت دي معادلة المهمة دي بالظبط المعادلة دي مهمة دي مهمة جدا بس أنا عايزة لخاصة في كلمة واحدة ضعف لازم تعرف وانت رايح وانت نرايح لأي طبيب بأن انت محتاج ضعف زي الضغط على الأعصاب إن انت ده يساوي تدخل لرفع الضغط من على الأعصاب الاثنين مع بعض ضعف في العصاب وفيه في الأشعة في حاجة ضغط عليه إذن العصاب لأن احنا عارفين إن الألم ده المرحلة الأولى العصاب بيديك انظار أنا مضغوط أنا مضغوط ففيه ألم المرحلة الثانية هيضعف وأحيانا بتحصل حاجة سيئة جدا إن المريض يبقى بيعاني من ألم مبرحة مع زوال هذه الألم يحصل الضعف فالمريض ما ياخدش بيع ليقول أنا كنت بيعاني من ألم شديد جدا وفجأة تحسنت لازم مع التحسن ده يكون قوة بتاعتك كويسة لو قوة سيئة حصل سقوط في مشتر ركل أو إيضك ضعفت ده معناها إن العصب ضعف وده السبب في زوال الألم خدت بالحضب أهم كثير لأن دي نقطة مهمة مهمة جدا قد تخضع المريض يقولك أنا ارتحت من الألم وبنام دلوقتي ومش قادر يعصر اللمونة بالضبط بدأ ما يبقى العصر اللمونة عنده فيه مشكلة بزبط لكن ارتحنا من الألم وخدنا المسكنات أو مضادات الالتهابات أسبوعين ثلاثة وبقينا كويسين مع العلاج الطبيعي والقوة بتاعتنا كويسة المجرسة بتاعتي واللي أنا بنتمي ليها في العمود الفقري نتابع معاك ما فيش مشكلة في غضروف عندك ضغط على العصب الطرف ما فيش مشكلة سواء فخرات عنقية أو قطنية نتابع معاك نقيم الوضع كل مرحلة لكن ضعف يبقى خلاص دي قصة تانية لازم هنحصل تدخل نيجي للقصة المجموعة الثالثة من مشاكل الفقرات العنقية وهي الأهم وأهم شيء أنا عايزة باللغة النهاردة والرسالة اللي أنا عايزة أوجهها وهي الحبل الشوكي الضغط على الحبل الشوكي بنتكلم على غضروف المنتصف ضغط على الحبل الشوكي يمكن يباني هنا في بعض الصور أو ضيق ضغط على الحبل الشوكي أنا جايب صورTT أشععات مرضى كتير بيجولي اللي عندهم مشاكل في الفقرات العنقية ضغط على الحبل الشوكي سواء ضيق ضغط روف مسلا ضغط على الحبل الشوكي شايفين حبل الشوكي اللي هو الحاجة اللي لونها اسود في المنتصف أريد في طريق كأنه طريق واضح طريق واضح وحواليه أبيض اللي هو السائل المخي شايفين تقفل في مكانين معينين ضغطوا على حبل الشوكي ممكن يكون الضغط ده في ظروف ممكن يكون ضيق ممكن يكون خشونة متعددة ممكن يكون ورم ممكن يكون التهاب قد إلى تجمع ضغط على الحبل الشوكي إيه الأعراض بتاعته المريض يحس بيه المريض يبدأ يحس ضعف ضعف في الساقين تؤلف رجليه يقول لك أنا عندي يا دكتور تؤلف رجليه ما بقدرش أمشي زي زماني رجليه مسكة في الأرض حاسس أن أنا ماشي في رمل رجلي ما بتشنيش عندي ضعف في الاتزان و أنا ماشي دي كلها تعبيرات المرضى بيقلو يبدأ في المرحلة المتقدمة مش قادر يتحرك اللي هي السباستيكية أو الماشية ماشي في الأرض زي الإنسان يلاقي لرجليه بيسحف فيها بالأرض وها ماشي المرحلة الأكثر تقدما يبدأ مش قادر يتحرك بيقعد على كرسي يدوبك بيحرك رجليه وقعد على كرسي المرحلة الأكثر تقدما نهائيا مش قادر يحرك خلص الأطراف بتاعته دية مراحل حالة ضعفة في الساقين وحالة ضعفة في الدراعين ضعف المريض مش قادر يتحرك مش قادر يمشي رجليه قيلة وفي بعض الحالات يقولك يحصل مشاكل في البول يقولك أنا قبل ما وصل الحمام بيحصل بعض النقط بتنزل مني وبقدرش أحكمها لأن أصبح الجهاز البولي البولي كمان بدأ يقدر أكثر طب أنا قلت الأعراض دي وما تكلمتش عن الألام ما حصلش ألام فعلا في حالات كتيرة من الضغطة على الحبل الشوكي ودية هي الحاجة المهمة جدا والخطيرة جدا يبقى عندنا مشكلة كبيرة في الفقرات العنقية ضغطة على الحبل الشوكي والمريض عنده ضعف في رجليه وفي إيديه وما فيش أي ألم في الرقبة ولا ألم في دراعاته وعلشان كده المريض ما بيعرفش هو يروح لمين ما بيعرفش المشكلة تخص الأعصاب والعمود الفقر تلاقي المريض بيروح لتخصصات مختلفة ويبدأ يقولونه أنت عندك ضعف طب خد شوية فيتامينات أنت بس ما بتنامشي كويس مش عارف محتاج ترتاح كويس محتاج تعمل علاقة طبيعية الأدهى واللي بيزعاني كتير جدا أن بيروحوا بعض الدكاترة العمود الفقري بس مش متخصين أو ليسوا على درجة عالية من العلم وده شيء مهم أنت في بعض التخصصات محتاج درجة عالية من العلم وحد عنده خبرة كافية علشان يشخص ويتعامل معك ونلاقي أنه هم عملوا له أشياء على الفقرات القطنية تفتكر في أول كلامي أنا قلت أن الحبل الشوكي بينتهي عند بداية الفقرات القطنية يعمل على الفقرات القطنية اللي هي أصلا الحبل الشوكي موجود فيها الضفيرة العصبية والأعصاب مش فيها الحبل الشوكي ويقول له إحنا عندنا غضروف الرابع والخمسة الخمسة والأولى العجزية وفي منهم عينين جولي معهم تأرير أنه هم محتاجين عملية فيه وهم عندهم المشية التقيلة والمشكلة التقيلة وهذا الغضروف ليس له علاقة بالمشكلة بتاعته مشكلة كلها فوق في الفقرات العنقية أو الفقرات الطهرية أعمل للعيان أشعاعات يطلع فيه مشكلة كبيرة في الفقرات العنقية تبدأ عندي مشكلة أن أنا أقنع العيان الأول أن الكلام اللي تقالك غلط هو بيقول لي يا دكتور أنا جاي لك علشان أنت بتعمل التدخل المحدود في الفقرات القطنية أنا جاي أعملها معاك أقول له ما ده غلط الأولا الحاجة اللي عندك مش هي اللي عامل المشكلة من الأساس إحنا عندنا مشكلة تانية طب أنا يا دكتور ما عنديش ألم في رقابتي إزاي هي دي المشكلة فعلشان كده لازم أوصله المعنى واخده تدريجيا لحد ما وصل معا للمعنى لأن أنس أبدا جالي مريض هذا الشكل وكان عنده كان خلاص يعملون عملية في الفقرات القطنية ولما عملناه الأشعاعات كانت الفقرات العنقية ضغط واضح وحالة تانية يا سيدة فاضلة وكان غضروف بسيط طب حتى مش يسيبوها في حالها ويبدأوا يفكروا لا قالوا لها طب هنعمل لك حقن لما عملونا حقن تشلت حصل ضعف تام في الصخين بتوها لأن انت عندك الحبل الشوكي مضغوط فوق وانت عملت تكنيك تحت كمان مش مناسب للمريض فالضعف زاد عندها تماما عملنا طبعا للعيان أشعاعات بس المريضة كانت ذاكية جدا بما فيها الكفاية يعني لأن هي أدركت فورا أن فيه غلط وأدركت أن هي لازم تبحث كانت من الأقليم على حد متخصص فجات لي بسرعة عملنا أشعاعات على الفقرات طلع فيه في الفقرات الظهرية ورام ضغط على الحبل الشوكي وتدخلنا معا بسرعة والحمد لله المريضة رجع تاني لأن احنا قلنا عامل الوقت في الضغط على الحبل الشوكي مهم جدا والتعامل معا بالطريقة الصحيحة وبالتقنيات الحديثة مهم جدا نقطة هسأل حدثك سؤال سازق بس الناس بتفكر فيه دلوقتي لو الفقرات عنقية وضغط على الحبل الشوكي في المنطقة العنقية بس كتير دلوقتي بتفكر ما هي علاقة الحبل الشوكي هنا بالقدمين إنه الناس هتقولك آه الإيدين تتأثر في ألم هنا لا مفيش ألم بس الإيدين لكن الرجلين دي متصورين الناس إنها مرتبطة فقط بالفقرات القطنية ده فكر البسطاء كويس جدا وده هو نفس الكلام اللي أنا كنت براتي إحنا هنرجع تاني قلنا المثل البسيط اللي هو العداد بتاع الشقة اللي بيدخل الكهرباء للشقة كابل الرئيسي الكابل الرئيسي ده أحيانا في بعض الشوكي بما موجود بره الشقة ممكن يحصل فيه مشكلة الشقة كلها تضلع وكل الأجهزة اللي فيها ما تشتغلش لأنه هو اللي بيدخل الكهرباء لكل الشقة لكل الأدوار لو فيلا كل الأدوار أو بيت إنت قاعد تدور جوه وتصلح في الفيش وتدور وتروح وتيجي وهي المشكلة كلها بره في الكابل الرئيسي ده نفس الكلام الحبل الشوكي ده مجموعة الألياف العصبية اللي بتحمل الإشارات من المخ لما بيتضرب في مكان معين ما أعلى ما فيش مشكلة لأن ما أعلى وصلته لإشارات الكهربائية ما تحت هذا المستوى بيحصل كله بيتعفر يدين ورجلي بالضبط حسب المكان لو في أول الفقرات العنقية يبقى يدين ورجلي في نهاية الفقرات العنقية يبقى بس الساقين وبعض عضلات اليد وحضرتك تقولت حتة مهمة كتاً فنية إنه قد يرتبك البعض في المشف التشخيصي عندما يكون المشكلة هنا في الفقرات العنقية الأسرة على الرجلين ويعمل أشعة تحت على منطقة الفقرات القضانية ونتيجة إما إنه ما يقدرش يتدخل معدوش المهارة الجراحية إنه يدخل هنا فما يستابعت خالص أي فقرات العنقية وبيفكر إنه يدخل هنا هذه قلة خبرة وقلة ضمير في رأيه وقلة الخبرة هي اللي قدت إلى قلة الضمير أو ربما العكس قلة الضمير هي اللي عملت إلى الخبرة عايز أسأل جلنا الحالة بمثل هذه المشكلات كلها التقنيات الحديثة تدخل فيك بالنسبة للجراحات الخاصة بفقرات العنقية تقدمت تقدم مذهل في فتن الفتن تمام بالزمن قبل ما هدخل في النقطة دية عايز طبعا أقولك أنت قلت بأسلوبك الرشيق نقطة إنه فعلا بيبقى عنده لأن الفقرات العنقية بتحتاج أولا هي تخصص دقيق كتن بيحتاج جراح مخوعصات عنده خبرة وضرايا طويلة فدايما لما ببقى فيه حد على خبرته ضعيفة أو حاجة هو كل مستوى تفكيره كلها الفقرات القطمية وعايز يتدخل فيها بأي شكل سواء زي ما قلت لك حتى مش عمليه سواء حقن أو أي حاجة وده بينتج عنه النتائج السيئة اللي احنا بنشوفها ومش بس نتائج سيئة ده أخر تشخيص المريض وخلى الضغط على الحبل الشوكي مستمر فخلى المشكلة بتزيد احنا عندنا بوضوح تام فيه ضغط على الحبل الشوكي سواء في الفقرات العنقية أو الفقرات الظهرية لازم يحصل هناك تدخل هنا مفيش كلام دي نقطة في الطب واضحة تماما في مصر وفي أمريكا وفي أي مكان في العالم ضغط على الحبل الشوكي وهناك أعراض تأثر الحبل الشوكي لازم نتدخل علشان نرفع الضغط عن الحبل الشوكي لو سبنا الكلام ده الموضوع هيا تفاق طيب ايه التقنيات الحديثة يمكن في علم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بصفة عامة الطفرة اللي حصلت مع الميكروسكوب والمنظار والتشريح الحديث اللي عن الميكروسكوب والمنظار والآلات الحديثة زي الدرال ده آلة بنستخدمها علشان نقدر نشيل الزوايض العظمية من عند الأعصاب الهمة سواء في المخ العصب البصري أو سواء من على الحبل الشوكي أو من على الأعصاب ونحافظ على الأعصاب سليمة بدون الدخول ببعض الأجهزة أو الحاجات بتاع الزمان اللي كانت بتضغط على الأعصاب علشان تشيل الزوايض العظمية لعليها والجهاز التصوير الحي في غرفة العمليات أو مصطلحة على تسميته إعلاميا باسم الملاحة الجراحية اللي هو جهاز بنستخدمه علشان نحدد المستوى اللي احنا هنشتغل به وبيكون بالنسبة لنا زي طريق لنا وإحنا شغالين داخل العمليات كل الأجهزة الحديثة دي والطفرة اللي حصلت في علم جراحة المخوى العصاب والعمود الفقري كان لها أثر كبير بالذات في الفقرات العنقية أتاحت للجراح المتمرس أنه هو يرفع الضغط من على الحبل الشوكي سواء كان غضروف أو سواء ضيق في القناة العصبية عن طريق التدخل المحدود من فتحة صغيرة جدا من الأمام يقدر يشيل الحاجات اللي ضغطة سواء غضروف أو ضيق ويعمل توسيع تانمى على الحبل الشوكي والمريض يقدر يرجع لحياته الطبيعية تاني يوم وبالذات لما المريض يتم إجراء التدخل في حالات الضغط على الحبل الشوكي بصورة مبكرة بصورة مبكرة يعني ما حصلش إصابة على الحبل الشوكي المريض دوك بيرجع فعلا لحياته الطبيعية ويمكن بتختلف عن الفقرات القطنية يمكن الفقرات القطنية بقول للمريض أنت محتاج مثلا إسبوعين ثلاثة ترتاح علشان الالتقام بعد الميكروسكوب أو حتى المنظر ولكن في الفقرات العنقية أنا بقدر أقول له من تاني يوم تقدر تتحرك وتعود لحياتك الطبيعية المشكلة انتهت طالما تعاملت بطريقة حديثة بالميكروسكوب بدقة متناهية تعاملت بتجهيزات معينة وتم إزالة الغدروف ورفعت ضغط بسلام بيقدر المريض يرجع لحياته الطبيعية بصورة مبكرة وبسلاسة تنة لو شفنا الصورة اللي فاتت نشوف الميكروسكوب نشوف التجهيزات في غرفة العنقية بالضبط تجهيزات يعني رقيا جدا دي موجودة في مصر طبع أنا موجودة في المستشفى اللي أنا بشتعر فيها مفصصة للعمود الفخري والمخدر لازم تكون المستشفى فيها التجهيزات لازم الميكروسكوب ده منتكلم حبل الشوكي وفقراته الميكروسكوب ده جماعة لو كبير قوي لفوق دي الظبط لو الحاجات دي مش موجودة فعلا خلي المريض بحاله أحسن ما تقربش ليه لأن الضرر ممكن يكون ضرر بالغ لازم أولا جراح متمرس على التعامل مع الأنسجة العصبية وعنده خبرة كافية على التعامل مع الضغط على الحبل الشوكي لازم جهاز الميكروسكوب ده بيكبر الحاجات وبيتحلينا إزالة الضغط من على الحبل الشوكي ومع الأعصاب مع الحفاظ عليه لازم فيه الألات التانية والأكهزة التانية زي ما انت شايف الاسكرين اللي موجودة دي دي اسكرين سواء من جهاز التصوير الحي أثناء الجراحة أو الملاح الجراحي اللي بتحليك يعرف انت فين بالضبط نمرة اتنين الأكهزة اللي أنا اتكلمت عليها قبل كده زي الدريل اللي أشيل بالزوايا ده العظمية زي الكوزة مثلا ده جهاز بنستخدمه علشان إزالة الأورام من غير ما يحصل أي شد أو أي تعامل صعب مع الجهاز العصب فلكن تتخيل بتحافظ على الجهاز العصب تماما بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم توفر هذه الأكهزة يبقى معنا كده عدم توفرها احنا بنظل من المريض ومعنا كده إن لو الحاجات دي مش متوفرة في المكان اللي انت هتعمل فيه هذه الجراحات الدقيقة أو هذه التدخلات المحدودة الدقيقة ليس هناك داعم إجراءها من الأساس الجراحات خدمت وفكرة التدخل من الأمام بالمايكروسكو بتدخل من الأمام يعني من مدخل الأمام للرقحة يمكن فيه صور بالضبط هتوضح الكلام دا يعني هي الفقرات العنقية لها كذا طريقة يمكن حتى الفتحة اللي احنا بنستخدمها حاليا أصغر من دي بكتير يعني هي قد عقلة الأصبع للواحد بنستخدمها ندخل منها على الفقرات العنقية من الأمام وباستخدام الميكروسكوب نقدر نشيل الغضروف زي ما هي تبين يمكن في فيديوهات أو صور بعد كده نقدر نشيل الغضروف اللي ضغط أو لو فيه أي زوايد عظمية ونقدر نحط مكانها دا اللي هو الغضروف الصناعي اللي هو بيتحل المريض يعاود الحركة مرة أخرى لابقته بصورة طبيعية لما بنقدر نتمكن نحن أهم شيء في هذه التدخلات المحدودة إنك أنت تشيل جميع الضغط عن الحبل الشوكي بسلاسة بصورة تامة وتشيله بدقة تامة من غير ما يحصل تلمس مع الجهاز العصبي وزي ما قلت في مراحل مبكرة المريض بيرجع لحياته الطبيعية دي منظر بعد الغضروف الصناعي ما يتم تركيبه وبيبقى الحركة بتاعت الرائبة بتتحرك بسلاسة ما فيش فيها أي تأثر لأن الغضروف بيطيح الحركة كأنه الطبيعية هي نفس الغضروف الطبيعي اللي ما يقول هل في حالات معينة كما يقول حالات أكثر تعقيدا حاجات حالات تحتاج إلى نوعية معينة من الاكسترا اكوهبمنت اكسترا معارات اكسترا سكيلز زي مثلا مشاكل خاصة بالفقرات دي يكون ورم عزة عزة أنا قبل يمكن ما أخش في الجزئية دي احنا اتكلمنا يمكن من الأمام حتى الجزء الخلفي بيتمنا الآن إجراء تدخلات فيه بدقة معينة بالميكروسكوب وما عادش يمكن أنا عرضت الصورة دي مخصوصة علشان أبينها للسادة المشاهدين حتى الجزء الخلفي حصل فيه تقنيات معينة بنحتاجها في بعض الحالات كل حالة لها الطريقة بتاعتها في حالات وتكلسات معينة في الغضروف والأربطة بتحتاج أن انت تدخل من الخلف تقدر تدفع تقدر ترفع الضغط من الحبل الشوكي من الخلف عن طريق رفع الصفيحة الخلفية وإرجعها بطريقة معينة زي ما كان باين في الصورة من غير ما يكون هناك أي ضغط عن الحبل الشوكي وده فايدة التقنيات الحديثة حتى في التدخل من الخلف في الفقرات العنقية وبنستخدم برضو الميكروسكوب في رفع الضغط عن جذور الأعصاب من الخلف وده تقنية نسبة نجاحها عالية جدا تماثل الناحية الأمامية تماثل الأمام وعلى الجراح المتمرس أنه يختار حسب إيه الأفيض للمريض وخطة الحضر وللحالة وللحالة طبعا حسب خبرته وحسب واشا فيه أنت حضاك سألتني دي بقيت سؤال كويس إيه الحالات اللي ده الطبع خاص يمكن تقصد في الفقرات صعوبة خاصة بالضبط يمكن حنا لما نتكلم الأورام الضغطة على نهاية جزع المخ مثلا وبداية الحبل الشوكي احنا منتكلم هنا على أورام خطيرة أورام لازم يتم التعامل معها بدقة شديدة جدا يمكن أنا جبت معي النهاردة صورة حالة كان راجل كبير في السن عمره سبعين سنة وعنده ورام ضاغط على نهاية جزع المخ والفقرة الأولى والثانية العنقية العيان ده كان عنده شلة رباعي وكان من المشكلة اللي كانت في المريض ده اللي قابلتنا بأن المريض ده كان عنده مشكلة في القلب وكان لازم الجراحة تتم تكاتلة التخدير قالوا لازم تتم بسرعة معينة علشان المريض يستحمل الوقت بتاعنا ونقدر نخضره وكان لازم طبعا يعمل العملية والحمد لله تمت العملية بنجاح استخدمنا فيها الميكروسكوب استخدمت فيها جهاز اللي أنا قلته قبل كده اسمه الكوزة علشان بنقدر نزيل الورم من غير ما نشد أو نعمل أي تأثر على الجهاز العصر والحمد لله ربنا كان خلصنا في وقت قياسي يعني والمريض رجع تاني مشى تاني على رجليه وكان شيء جميل جدا بالنسبة لنا الحمد طبعا ضايق العزيزي الأستاذ دكتور إيها بايسة أستاذ جراحات المخ والعصاب والعمود الفقري الأستاذ بكل طب أصراني جماعة القاهرة عودوا الكونجلس الأمريكي لجراحات المخ والعصاب والعمود الفقري جماعة كورنال بنيورك وجماعة كولومبيا بنيورك وأريزونا بنيورك بالولايات المتحدة الأمريكية وجماعة هلسينكي بفنلندا وصاحب التكريم من جامعة القاهرة عن عوام 2010 و15 و17 كان في الدكتور وأكيد نتمنى نكون في الناس الحلوة لكن الدكتور نهارده استمتع بحوار علمي على الأرقى مستمع ونهارده كمان بما أنه يوم جميل لأن الدكتور إيهاب كان معانا فريحنا جدا بأفكار جاية وفكرة جديدة جاية في الأعلام الطبي نسمع الناس العكسية من أبو الأولى كل التهية اللي هنع فيه في كل التهية الفريق أعمالي مع الدكتور أنتوا دايما هتبقوا في أعلى منطقة ثقافية علمية في العالم العربي خليكوا دايما مع الدكتور أهلا بيكم النهارده يوم مهم جدا ومع اسمي بعتز بيه وبحبه على المستوى الشخصي جدا طبعا هحكي لكم ليه الموضوع النهارده مهم لأنه موضوع عن السكر يعني احنا متكلم عن أشهر مرض في العالم مرض كل الناس بتكلم عنه وكل التخصصات بتهتمي بيه السكر مرض يعني أنا مش هتكلم يعني مش لازم يا جماعة الصور لأنه أنا عايزة تكلم من ناحية اجتماعية أكتر السكر مرض له قيمة كبيرة فيه انتشار انتشار احنا بنتكلم يعني فيه بعض الأبحاث بتقولك احنا انجوينج ان احنا في المستقبل يبقى عندك 30% من البوبيوليش وعندهم السكر مرض السكر مرض مهم للكل للمرضى ولكل المستشفيات لكل الأقسام تقريبا مخ والأعصاب مريض لازم نهتم جدا بالسكر لأنه نسبة من السربر السروق أو جلطات المخ ممكن يكون سببها مرض السكر مثلا تعالوا بقى لحاجة تانية مهمة قوي مريض السكر مريض لازم يبقى فاهم كيف يتعامل مع الظروف يتعامل مع شهر رمضان ازاي وهو مرض شهر رمضان هيصوب ولا مش هيصوب يتعامل مع الأعياد ازاي هياخد دواء امتى في الأعياد نوعيات الأكل اللي بيأكلها قصص مسيرة جدا ومهمة جدا مش بس السكر غضة الصماء كلها قصص مسيرة لأنه أنا في رأيي ما زالت الغضة مظلومة أجماعة ليه غضة مظلومة؟ لأنه كتير قوي من مرضى الغضة مش فاهمين كيفية التعامل مع أدويتهم وكيفية التشريص المبكر لحالتهم النهاردة يوم ممتع جدا لأنه كمان مع زي ما قدتلكوا خيمة علمية قديرة واسم كبير في عالم البطنة والسكر وغضة الصماء ساعدتي لأنه يعني زمالة وصداقة من تلاتة وتلاتة حسبناها احنا من تلاتة وتلاتين سنة طبعا من تلاتة وتلاتين سنة أنا كده فضحت الدنيا عدو تلاتة وتلاتين سنة من الصداقة والزمالة يعني اسمه مميز للغاية ويعني أنا فعلا شهدتي فيه مجروحة لأنه أنا عارف قد إيه اجتهاده قد إيه إخلاصه للعلم وشغفه العلمي ومذاكرته المميزة الغاية ثم بعد كده مجهوده الكبير جدا فيه كرير أكاديمي مميز جدا يعني أنا سعيد جدا بأن أنا النهاردة ضيفي العزيز واحد من نجوم من ميجسر عالم الغدد ومن الأسماء البطنية المميزة والبطنة دي علم معقد جدا 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 وأصعب العلوم البطنة هي أم العلوم وأكثرها كسافة معلوماتية ضيفي العزيز هو واحد من نجومها الصديق والزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمود حميدة أستاذ طب أمراض البطنية والسكر وأمراض السكر والغدد الصماء كل الطب والأمين لسر المجلس بكل الطب بجماعة الأزهر وعليس مؤتمر وجمعية بان إيجبت الدولي للأمراض المتخصصة في السكر والغدد الصماء ضيفي العزيز أهلا بيك دكتور سعيت بدا بيه هذه الزيارة وخطوة عزيزة والله ده أنا اللي سعيت النهارة 33 سنة عدوا اه أنا أحاسس أنهم مش 33 سنة أنا أحاسس أنهم 33 ساعة ساعة اه أنا بحكي له بحكي لدكتور محمود يعني في إحدى لقاءاتنا كان الدكتور محمود أكبر مننا بدفعة واحدة بدفعة واحدة بدفعة واحدة وكان الحقيقة دي شهادة حقيقية دي مهمة جدا كان من أشطر الناس في الدولي اللي ميكون أشطر وهو من العشر أنت كنت بالعشر الأوال آه الحمد آه طول عمرك من العشر الأوال في دفعتك وكانت دفعة مميزة للغاية دفعة فيها أنت ومحمد الخلواني ومصطفى محمود مصطفى محمود ومحمد نجم كنت نجوم يعني ناس مصطفى مقرب دي دفعات كنتم دفعتنا يعني ناس دفعتنا عقا كان فيها نجوم تانين آه طبعا كان فيها ناس جامدة جدا يعني كان مصطفى اسماعيل وأحمد حمور يعني ذكريات بقا يعني مش عايزة أنسى حد عشان ما يزعلوش لكن كان فيها وكمال وسامة محمد دايما كانت متميزة في عن الغاية هم دفعات كانت الناس كانت الناس بالذاكر جامد آه هو كان كنا بالذاكر حب وشغف للمذاكرة يعني فظيعة صراحة يعني أنا كنت وإن بواحد بيذاكر بحس بمتعة ماشي مجبر أنا كنت أتذاكر لأ كان ممكن أنا فاكر أنه كنت ممكن أفوت عليك يعني أشوفك كده الساعة 12 الضهر ده بجد قال ليه بيذاكر أفوت عليه الساعة 12 بالليل قال ليه نفس الأعداء من 12 لـ 12 12 ساعة ممكن الحد بالله الحد بالله الحد بالله طيب احكيلي بقى النهاردة هنبدأ به هل السؤال عامل أول بعدين ندخل في المال هل فعلا مرض السكر يهتمي به كل تخصصات طبعا مرض السكر ده زي حضرتك ما قول بيأثر على جميع أجزاء الجسم ما فيش ليه بقى ببساطة ليه بأثر على أجزاء الجسم أنا أفتكر كان دايما أستاذنا لأستاذ الدكتور صلاح إبراهيم الله يرحم الله يرحم كان عالم كان عالم وإحنا نعتبر كنا أغلبتنا تتلمزنا على أستاذ الدكتور صلاح إبراهيم كان يقول لك كان دايما يقول لك أن السكر ده مرض بأثر على الأوعية الدموية هو ما فيش عضو بيعدى عليه أوعية دموية كله كل أي عضو من بداية المقل الرجنين بيأثر عليه السكر فالسكر على جميع التخصصات فهتلاقي بتاع الرمض يقول لك السكر بتاع الأعصاب يقول لك السكر بتاع الأوعية الدموية يقول لك السكر بتاع الجهاز الهضمي يقول لك السكر بتاع النساء هيقول لك السكر بتاع العظام هيقول لك السكر مفيش تخصص مخ والعصر مخ والعصر مفيش تخصص لذلك السكر أنا فيه مؤتمر أنا عامله وبعمله كل سنة تحت عنوان إيه يا دكتور أهيم إيد السكر is a multisystem disease ده اللي بدأت سبحان الله يعني انت عارف انت قلت عنوان المؤتمر أنا بداية الانترو بتاعي وعلى فكرة بقى دلوقتي يعني دلوقتي العلم الحديث والأدوية الحديث بقت بتشتغل دلوقتي على القصة في أدوية حديثة يعني مش مجنة النهاردة بقت بتشتغل على القصة دي إن هي بقت تزاعد على multisystem وبدأت تشتغل لها كاردورين ما تعتمدش فقط بس على موضوع أنها تزبط السكر بس لا إن هي بتعدود على الأجهزة التانية تعالجها وتمنحها أنها تحصل لمرض السكر فمرض السكر فعلا 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 بوسيط ما بين كل تخصصات في الطب طيب النهاردة بقى الحلقة كمان يعني انتبهوا كل المرضى مرضى السكر كل الأهالي تنتبه حلقة مهمة جدا جدا فيها معلومات تتبقى قيمة أوي كمان ادكات للشباب الصغيرين في السن أو حتى الزملاء اللي أصغر منا كامد رفع كده يركزوا معنا لإنه هيسمعوا كلام مهمة أوي هبدأ لك الأول دكتور جلدية ده خلوا مريض بيشتكي من زوائد جلدية من غمقان في الجلد تحت القبط بنت عندها ولا ست عندها غمقان تحت البط أو حتى رجل هو بيكشف عليها لقى غمقان في مؤخرة الرأس الحكاية دي ارتبطها بالسكر بص السؤال ده أنا بشكر حضرتك جدا السؤال ده مهم جدا 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 لقيت فيها اعتقاطات قاطئة وأنا حب أوضحها للسادة المشاهدين في ارتباط وعلاقة وثيقة وبدأ العلامة دي اللي هي اللي احنا بنقول الزوائد الجلدية أو البقعة السوداء اللي هي الداكنة اللون ده عبارة عن علامة تحزيرية لحدوث السكر فيما بعد شبص حضرتك يا دكتور أين لو انت ماشي بالعربية بتاعتك في الطريق ماشي في الطريق كل شوية هتلاقي علامات احذر مطب صناعي احذر مطب صناعي احذر 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 بالضبط أنا بشبهة بالضبط موضوع الزوائد الجلدية والبقعة السوداء هذه هي مطب احذر مطب ده المطب ايه المطب اللي هيقابلك بعد كده احذر حدوث السكر في المستقبل ده كله ليه هي بتحصل ليه أصلا هي بتحصل نتيجة ما يسمى بمقاومة الانسلين وده علامة من علامات المقاومة الانسلين وبتحصل أكتر في الأشخاص اللي احنا هنقول اللي هما بدأ الوزن بتاعهم يزيد شوية اللي احنا بلنا عليهم أوفر ويت أو أوبيس عشان نفهم القصة بتاعة المقاومة الانسلين دي عشان ده مهمة جدا جدا وفيها اعتقاطات خاطئة لحاجتين اتنين أول حاجة اعتقاط خاطئ العيانين أو الأهالي أو الأم أو الوهد يكون عنده طفل صغير يكون عنده طفل خزة بص كده في رقابته لا حاجة سودة كده هي بفكر إيه هي تجيب الليفة والصابونة وعمالة شغالة شغالة كل يوم وربعة بفكر اللي هو علي متوسخ اه كل يوم وربعة بفكرة ان هي دي حتضيع البقع السوداء أو الزوايد حتبق أح وكل يوم تعمل قصة وتروح عنده دكتوري الجلدية وترجع نفس القصة وتسمع بها وصفات ده احنا حنعمل لك كذا ومش عارف تيه ممكن لازر وممكن مثلا حمام مغربي وممكن كذا وبوزل وهي لا تدرك أصلا أن الموضوع ده يتبع دكتور الغضة الصماء لأن الموضوع أساسا مقاومة إنسولين مقاومة إنسولين هو داخل على السكر أو في السكر وخلاص داخل طيب عايزين نشرح للناس يعني مقاومة إنسولين عجب مقاومة الإنسولين باختصار جدا 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 هي مقدمات السكر أو بمعنى أصح أن الخلايا خلايا الجسم خصوصا الكبد والعضلات والدهون ما عادش تستجاب لفعل أو الأكشف بتاع الإنسولين طب إيه هو الإنسولين وإيه هو الأكشف بتاعه عشان نبسطها للسادة المشاهدين الإنسولين ده عبارة عن هورمون طب يطلع من بانكرياس من خلايا خلايا بيتها هو بيعمل إيه هو بعد أي جسم نفسه أي أكل أنت بتاكله بيتحول في النهاية لسكر للجولوكوس أي أكل في النهاية بيتحول لجولوكوس الجولوكوس ده عشان الجسم يستفيد منه من الدم يدخله جوه الخلايا محتاج الإنسولين إنسولين هو المفتاح اللي بيفتح الكلون عشان كده الوظيفة الأساسية للإنسولين هو إنه بدخل الجولوكوس من الدم جوه الخلايا تمام لما بيحصل إنه واحد مثلا وزنه زاد شوية وزنه زاد شوية يدهم كتيرة يدهم كتيرة وزنه زاد شوية بيحصل إن الخلايا الدهنية أو خلايا بتاعت الجسم ما بتتفعلش مال الإنسولين يحصل إن الإنسولين عشان الجسم عايز يخلي مستوى السكر في الدم سابع يعمل إيه بقى يزوي ويطلع إنسولين أكثر يطلع إنسولين أكثر كل شوية عمال يطلع إنسولين يطلع إنسولين يطلع إنسولين لحد قلاص البنكرياس مش قادر قلاص وقف مش قادر يطلع إنسولين يحصل إيه يحصل مستويات السكر في الدم تعالى يحصل اللي احنا بنقول عليه مقاومة الإنسولين خلاص حصلت وانتهت إن معتش البنكرياس يطلع إنسولين خالص بيحصل اللي هو المرض الشهير اللي احنا بنعليه ده هو المرض السكر فإذا زي ما أقول لحضرتك ومن أحد العلامات يعني لو عدنا نتكلم على المقاومة الإنسلين ممكن ناخد حالتين ثلاث من أحد العلامات اللي بتحصل هو لنا بقول لحضرتك الموضوع الأساسي اللي هي الزواد الجلدية والبوعى الداكنة اللي بتبقى مشهورة خلف الرقبة وتبقى موجود تحت الأمت يا جماعة الإنسلين اتخيلوا مفتاح في كلون لو احنا قلنا أن الدهون زادت في الجسم والإنسان تخن جدا بتيجي الدهون دي كأنها بتليس على الكلون أو على المستقبل يجي المفتاح المفتاح موجود والكلون موجود بس بينهم من بعض في عازل فيه شيء بوض استقبال المستقبل لتأثير الهورمون عليه يجي يدخل مفتاح مفيش مش عارف تشتغل يبدأ بقى تجيب مفاتيح كتير وتطبع على المفتاح ما أنت عايز تدخل البيت تكون مافيش إنسلين موجود بزيادة لكن مفيش عشان كده بقول بنصح للسادة المشاهدين شفت طفلك أو بنتك شفت البوعى السودة شفت الزواد الجلدية ده إنك إنت تفكر إنك إنت تروح لدكتور غضة الصماء طبيب السكر والغضة الصماء هو يعني لأن الموضوع عليك بسيط الموضوع بس هو تغيير نمط الحياة والشوية أدوية فالدنيا بتتحسن معلومات طيب عندي قضية مهمة أوي بما أن كل سنة وحضرتك طيب إحنا داخلين شهر رمضان ودي قضية مهمة مين اللي يصوم ومين اللي ما يصومش بمرض السكر إحنا عندنا نوع أول وعندنا نوع تاني عندنا نوع أول لازي ناكد إنسلين وعندنا نوع تاني بيأكد أورال وفي ناس مضاعفات يعني فيه واحد عنده سكر وعنده فشل كلوي أو عنده سكر وعنده أوعادة موية بدأت يحصل فيها الجلطات أو يتأثر تماما شوف حضرتك أولا طبعا بقول لسادة المشاهدين والمصر بحالها ودولتنا العظيمة بقول لهم كلهم حضرتكم كل عام وحضرتكم بخير بمنازمة قرب شهر رمضان الكريم وكل عام وحضرتكم بخير وربنا بلغنا كلنا جميع رمضان يا رب إن شاء الله يا رب بص حضرتك أو شوف يا دكتور أيمن موضوع صيام مرض السكر ده فيه ثلاث أطراف الطرف الأول أو الشق الأول الطرف الأول هو المريض نفسه الطرف الثاني طرف ديني الطرف الثالث طرف الطبي وهو مواكل للدكتور وفي الغالب الرأي الديني مواكل لنا أول واحد الطرف اللي هو الفرد أو الشخصي بيعتبد على العيان نفسه العيان نفسه فيه أغلبية 95% من العيانين كانت ليكون 100% بالصر إنه عايز يصوم وفيه بعض الليلين جدا بيجي لك حيك ومش عايز يصوم ناخد إن احنا كلنا كلهم عايزين يصوم ففيه رأي ديني إنه عايز أقول لحضراتكم لسادة المشاهدين إن الدين يسر الدين الإسلام دون أعظم دين الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبة وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ومن كان مريضا أو على سفر فعدتهم من يمر وبعدين قال بعدك وعلى الذين يتوقنه فدياتهم طعام مسكين وبعدين في الآية القرآنية تانية ولا تلقوا بأيديكم ولا تعلق وبعدين الحديث الشريف إن الدين يصف ولن يشد الدين أحد فالإسلام في بعض الناس مستثناء من الصياء من ضمنهم المريض ومن ضمنهم مريض السكر نيجي بقى على الحاجة الديني الطبية المهمة جدا اللي من يصوم ومن اللي ما يصومش حسبا للدار جايدلاين وحسبا للإي دي إف اللي منظمة الصحة الفترالي السيمو وعمل سكوري في حاجة هنقولها علمية عشان شباب الأطباء وفي حاجة هنقولها عشان المرضى والعيال عمل سكورينج السكورينج ده بيتكون من 12 نقطة من 12 نقطة يعني بيبدأ السكر إيه؟ نوعه إيه؟ العلاج إيه؟ ما قالوا كم سنة؟ قال لكم سنة؟ أبقى المضعفات إيه؟ سواءك يجدكم الكيش هايبوكلاسيم هبوط في السكر تكرار حدود وعملوا سكورينج من 12 نقطة أيه؟ وقالوا اللي فوق 6 ده في رهي ريسك ما يصومش من 0 إلى 3 ده يصوم بس بمحة زير بمحة ومن 3 إلى 6 يصوم عادي يصوم لا اللي من 0 إلى 3 ده يصوم عادي من 3 إلى 6 ما يصومش بس لو يصوم فيه معة زير دي بالنسبة لكن أنا حبصتها للسادة المشاهدين إن تقسمت أربع أطراب أول حاجة قالوا عليه في رهي ريسك اللي هو عامل خطورة إنه هو ما يصومش ده يعني عبارة عن إيه بالظل قال لك لو العيان إن السكر بتاعه دايماً عال ومستمر عالي فوق التلتمية اللي إيه ونسيه فوق العشرة ودايماً السكره مش مظموط ده ما يصومش النوع الأول السكر من النوع الأول خصوصاً لو هبوط في السكر دايماً متكرر أو عنده في حاجة اسمها هيبوكليسيميا يعني يعني ممكن يقول له هبوط وما يحسش به ده وده واحد من أوتونوم الكنوروباسي آه لو قلتها في العصاب آه وبدأت يتأثر العصاب وده برضو فوقتها الخطور لأنه ما بيباش دريان مش دريان لأنه اللي عندهم نقص سكر بيا جماعة بيحصلهم إيه بيوعى أنه نقص السكر بيجي له نتيجة أول ما السكر بنخفض الجهاز الجهاز السمبساوي بيبدأ يستساعه يطلع فبيبدأ إيه عرق يبدأ ربط دربط غلبي سريع رعش يبدأ يوعى آه ياخد باله دي ألارمينكسان دي حاجات تقول له صح صح أنت السكر عندك بدأ ينخفض فبيلح ياخد حاجة مسكرة يشرب المياه بالسكر بتاعته اللي عنده إيهاب في العصاب ما بيجي لهش الأعرض ما بيجيش لا دي بيسموها هايبوغلاسيمي على الأورنس مش معقول برضو ده لازم يفضل أوكي واحد حصل له خلال أول شهرين أو ثلاث شهور قبل رمضان حصل له ضيابيت الكويتو الاسيتوز اللي احنا بنقول غيبوبة كتونية أو حصل هايبوغلاسيمي كده أزمر ننكوتوتو الكوم برضو غيبوبة نتيجة ارتفاع السكر حامل وعندها سكر ده برضو ما يصومش برضو لو مريض سكر عنده مشكلة في الكلة وبيغسل ده برضو ما يصومش كل دول قالوا انهم عامل خطورة انهم ما يصوم فيل هاي ريسك ده ما يصومش ما يصومش النوع التاني اللي هو هاي ريسك اللي هو عبارة عن ايه ده حتلاقي ان الايه وانسي بتاعه يعني السكر يتراكم بتاعه من 8 إلى 9 وتلاقي السكر بتاعه من 200 و300 ومستمره ما بينسلش عن كده وماش بس كده كمان لو لاقوا فيه شوي ترينا يعني قصور في الكلة او الترباط او اعتلال كلوي مع وجود السكر مش مظبوط ده يقولوا عليه برضو انه ده هاي ريسك كمان لو واحد عين قعد لواحده عنده سكر وقعد لواحده كبير في السن وبياخد أدوية مثلا بتأثر على الجهاز العصب على المنتاليتي او مثلا بياخد أدوية بتعمل هايبوغليسين مهبوط في السكر زي ايه زي الانسلين او الصالفونان الوري ضاهر او مريض سكر عنده مشاكل اخرى زي مثلا مشاكل عنده مشاكل في العين عنده مشاكل قدم سكري اعتلالات اخرى بيسموها كوموربت كونيشا ده بقولوا انه هاي ريكس ده يفضل برضو انه ما ينصمش اللي عنده مثلا مشكلة في الشباكية نزيف قبل كده اعتلالات في الشباكية عنده رجله بدأت يحصل فيها تنميل شديد سقعة شديدة بنعمل احنا بنفرر اه اه اوعادة موية جاية عملنا فحوصات للعوعادة موية لانا الاوعادة موية الوصول الدموي للرجل قليل لا ده مينفعش الصوم مين بقى اللي يصوم نوعين اه احنا قلنا فرا هايا ريسك هايا ريسك دايما الصومه في المودرت ريسك واللو ريسك مين المودرت ريسك يعني واحد سكره مضبوط اللي اين ونسي بتاعه التراكمي او ما بين ستة ونص سبعة سكره مضبوط وبياخد شورتة أكتنج سيكرتا كوك يعني بياخد السيكرتا كوك اللي هو زي مثلا الاسم علم يعني اللي هو اللي احنا بنقول عليه الشورتة أكتنج سيكرتا كوك داي صوم ما فيش مشكلة اللي هو ريسك اللي هو الرابع قال لك داي صوم والصيام له كويس كما اللي هو النوع التاني اللي هو النوع التاني بتاعه مضبوط وماشي اما على نظام غزائي او بياخد او بياخد او بياخد او اكربوز او بياخد الزواء اللي اسمه تزيدين اي واحد من الاربعة دول مش عليهم والسكر بتاعه مضبوط داي صوم والصيام له كويس هو غالبا هيكون بيعاني من سمنا وهيستفيد أساسا من انه وزنه يبدأ دا اللي اربعة اللي احنا قلنا يبا احنا قلنا دلوقتي مين اللي يصوم ومن اللي ما يصومش ايه اللي ممكن يتعرض ايه المخاطر اللي ممكن يتعرض مريض السكر لو كان فيه خطورة وغصب على نفسه ويعني ولح هو او يعني هو بص هنا ما سمعش الرأي المطلوب او الموكل له القرار اه الرأي الديني ورأي الطبي ما هو ما فيش تعارض اه يعني اللي هيقول دا كاترة خلي بالكم يعني الرأي الطبي هو نفسه الرأي الديني لان الدين هنا بيقول ايه بيقول ارجعوا للمتخصصين ارجعوا الدكتور لطبيب المتخصص هو دا هو دا رأي الدين اه يعني ما ديجي تسأل رأي رجل الدين هو هيقول ايه ارجعوا للدكتور هو اللي يحدثكم المطلوب في الحالة دي ايه ده الفتوى ايه المشاكل ايه المخاطر اللي ممكن تواجه مريض اذا اصر انه هو صار مع انه هو مسموح له انه هو ما يصمش اربع حاجات اساسيين اول حاجة هبوط السكر ودي مشكلة كبيرة ده خطر جدا هبوط السكر يا دكتور ايمن منها وانا بقول ان لو في عيان حصل له هبوط في السكر مرة واحد لما تكون حتى الهبوط في السكر ده جديد العام في الغالب بيكره الدوة بيكره المرء مش عايز ياخد اي دوة لو حصلت له حتى مرة واحد هبوط السكر ممكن تقدي لصادن ديس مواقم الوفاة صادن ديس مرة واحد الخطر بقى في هبوط السكر حاجة لازم نستفعها ان انسان احنا دايما نقول ايه برضو شباب الاطباء يتنبهوا للحت دي انه كتير بيتهيق لهم انه السكر لما انخفض انه الاعلامات هتنبه المريض في المريض هي الحق يروح ما اولا احنا ساينين في حاجة دلوقتي اسميها هايبوكليسيميا انا اوار اه لا ده كمان حاجة ده لهو ما وصلش للبريفرا النيوروباسي ساعات المريض يدخل في الهايبوكليسيميا ويبدأ يعرق ويجي له الاعلامات لكن يصل درجة تأسير نقص السكر على الادراك العقلي عنده انه ما يستوعبش انه هو في نقص السكر طبعا يعني يبقى هو اه عنده عرق وكل حاجة لكن ادراكه لانه هعمل ايه قل لانه السكر ساعتها انخفض انا شديتش الفيشة بتاعت مخه بالبلد عشان كده لازم مريض السكر خصوصا لو ماشي على السلفولانيوري انا تبتعمل هايبوكليسيميا جميعا وخصوصا كمان لو ماشي عن سي لازم يكون عنده هالسكر جميعا ويتابع نفسه به باستمر خصوصا لو كان صايد وبدأ يحس بالاعراب ده وقاس السكر ولقى السكر قال لي من سبعين لازم يفتر لا يفتر على طول على طول لا ما يستنى ما يستنى حتى لو كان قبل ازاد المغرب بساعة لازم يفتر طب ايه الفطورة عايز بس انا عايز اقف قدام الحتة تشوف حضرتك شوف الانسان اللي ممكن انا برضو هقول حاجة الانسان اللي بتلاقيه بيعاني وعنده مرض وعنده حرص على الصوم وتلاقيه بيعاوح فينا ويعاوح يتخانق معانا لما نقوله لأ وتشوف بقى الانسان التاني اللي تلاقيه صحيته كويسة وتلاقيه قد الحيطة وتلاقيه ما بيصومش سبحان الله ده يستقل ايه ده وتلاقيه بيعفتخر وتلاقيه تدخل مكان تشتري حاجة مثلا ولا حاجة في الصيام تلاقيه واحد واقف وتلاقيه يعني هلف كده انا بكلم جد والله وحيطة يدخل في حيطة اشوفه بكتير وكتره على فكرة للأسف وتلاقيه بيعني يعني حاجة جنان يعني يقولك انا ده جنان يعني انت بتعمل يعني استغفر الله قصير ليه يعني معلش معلش تاني حاجة من المخاطر اللي ممكن تحصل زي ما قلنا مقبوط السكر ارتفاع السكر خصوصا انه ممكن يقولك انا صايم طول النهار انا مش هاخد علاج ويسيب العلاج انا صايم طول النهار مش هاخد علاج ليه تبصي تلاقيه السكر يرتفع 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 وتبصي يرتفع جئت فوق 300 فوق الربعة ممكن بعد كده مع الوقت المخاطر التالت ان يحصل وخصوصا ده في فصول الصيف اكتر ممكن يحصل جفاف ويحصل تجلطات وممكن يحصل في نهاية جلطة في المخ ده اللي احنا بنقول عليه السرومبوزز او الاستروك ده اللي بتحصل فده عام الخطور وبرضو لو المريد اللي هو صايم مريد السكر صايم في رمضان وشاف السكر فوق 300 المريد ده برضو يا دكتر ايمان لازم يكسر صيامه ولازم يفتر الحاجة برضو اللي هي الرابعة اللي احنا بنخاف منها اللي احنا بنقول العبودية بتحصل في السكر من نوع الاول يعني برضو بيجي لك ناس يعني السكر من نوع الاول المفروض ما يصومش بيصروا انهم يصوم خلاص بتقول له صوم وبتغير مع نوع الانسولين بتديله انسولين الانوج وكلامته وبتعود تصبط له الدنيا وبيعمل سلفو منوتوريج وتتبع معاه ممكن العيان ده لو اصر على صيامه وما اخدش قراءات الانسولين ضيابيت الكتوراسيتوز اللي هي غيبوبة كتونية وده كارسة طرح كارسة دي برضو يعني رابع خطورة ان احنا بنشوفها او ممكن لقيها مع مريض السكر ده لو اصر انه هو يصوم واحنا بنقول له ما نصومش طيب عشان وقتنا بقى كام سؤال مهمين هنا احاول نلم الوقت فيهم شوية اول سؤال مريض السكر ياكل ايه وما ياكلش ايه في عجالة لانه احنا لو قعدنا نتكلم في الاكل خلوه نتكلم له بقى اه طبعا هو طبعا الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت امتي بخير ما عجلوا الفطر واخر صحر طبعا النظام الغذائي في رمضان بيختلم عدل النظام الغذائي غير رمضان احنا طبعا غير رمضان بنأكل ثلاث وجبات لكن في رمضان بنأكل واجبتين بنأكل فطار وفيه صحور طبعا لو خدنا نموذك للفطار طبعا زي السنة زي الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل ان العيان يبدأ مع الطمر مع الماء مليه من حوالي من طمرة لتلاث طمرات يا دكتور ايمن ياخدهم ومع الماء تمام ويبدأ بعد كده عشان ليبقى عشان العيان طول النهار فيه هبوط في السكر التلاث طمرات دول بيبدأ يزود السكر في الدم فبيبدأ العيان بيحس بيه ان هبوط السكر طول النهار مش عز يبدأ بعد القصة ان العلاج الغزاء من الغزائي في الفطار لازم يكون متوازن نظام صحي متوازن ما بين الكربوهايدرات ما بين البروتين وبين الدهون وبين الخضروات الفيتامينات وما بين المعادل فاحنا بعد ما قلنا انه ياخد ثلاث تمرات انه ياخد طبع شربة طبع شربة وبعد كده لو بيه مثلا جوز بروتين مثلا ربع فرخة او مثلا حتة لحمة او سمكاية وياخد طبق خضار وطبق السلطة مهم جدا 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 ولو انا ااخد مثلا طبق روز صغير ما فيش مشكلة ومعه صمرة فكاة واحد يقولك انا خلاص الدنيا غلت اليومين دول وانا فيش لحمة وانا فيش سمك وابتاعك الموضوع بسيط خالص ممكن طبع شربة عدس بطين اتنين وصلوتين مع الطبع السلطة وارغيف الاصمر العيش وصمر اتفك ده نموذك للفطار لو زي ما قلت حضرتك احنا ممكن لو كلمنا في الغذاء ممكن نعم لان هو المتوسط في اليوم ان العيان ياخد كم سعر حراري من 1500 1800 في اليوم في اليوم لو جينا بقى على نظام الصحور اللي هي الوجبة التانية طبعا كل ما ناقر فترة الصحور زي السنة ما قالت زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما يكون افضل بشوف ان اهم حاجة في الصحور طبعا طبع الفور وسلم بقى لما نحط عليه زيت زيتون او زيت الحار باللمون وكبايز زبادي بيضة مسلوقة وطبع صلاة خبيب كده ايبا كده تمام وهم حاجة العيش الاصمر ويركز برضه بالخيار لان الخيار مهم جدا 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 وصن هو حيصوم طلوق فبيحتفظ بكمية من الماء ده نظام للسادة المشاهدين اللي حيصوم فرط سواء كان الفطار وسواء كان الصحور ضيف العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم للصديق والزميل العزيز استاذ الدكتور محمود حميدة استاذ امراض البطنة والسكر وغضة صباح كلية الطب وقمين سر المجلس بكلية الطب جماعة الأزهر ورئيس المؤتمر وجمعية بان ايجبت الدولي للسكر نلتقى ان شاء الله في المؤتمر ان شاء الله يعني قريبا ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ونسمع وتشرفنا طبعا ده شرف لي انا والله والله اني شرف لي انا انا سعيت والله الله يخليك يا دكتور محمود انورتنا انور بيك والله خليكه دايما مع الدكتور مع التسليم بان الاعمار بيد الله واخذم بالاسباب العلم بيقول ان السمنة المفرطة تخفض من متوسط العمر المأمول بمقدار عشرة اعوام معلومة لا تثير اي دهشة مع القائمة الطويلة من الامراض والمشاكل الصحية اللي بتسببها السمنة في اعضاء الجسم بشكل عام نمط الحياة الحديثة المرتبط بقلة النشاط البدني مع الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية هو المسؤول الاول الى جانب بعض الحالات اللي سبب سمنتها امراض نفسية او اسباب طبية او عوامل وراثية ومهما كانت الاسباب فالنتائج والمضاعفات للسمنة المفرطة خطيرة جدا في كل الاحوال يهدد جودة الحياة بل يهدد استمرار الحياة في حد ذاته اهلا بيكم في حاجات في العالم دلوقتي عليها علامات استفامة عجيبة جدا كم الاسواق اللي فيها اكياس وفيها وجبات سريعة التحضير وفيها اكلات او اشياء مليئة بالملح ومليئة بالمقبلات الخطيرة والمؤثرة بشكل سلبي جدا على صحة الناس انا حاس حاجاتي ما بتتبعش ما عرفش ممكن انا عشان ما بيشتريش الحاجات دي فانا بحس المسألة فيها علامة استفهام زي ما فيه ما يكون فيه جهات من شأنها انها تدمر صحة البناء دمين وبتنتج هذه الاشياء بدون هدف ربحي المجرد ضمان تدمير حياة الناس حد يفسر لي كم المهول من محلات الفاستفود الموجود دلوقتي في العالم في العالم لو بتكلم على العالم ما بين محل ومحل فيه محل وفيه منهم محلات ما بيشتغالش كويس وفيه محلات منهم شغالين كويس مش عشان هم كويسين صمعة بروباجاندا جيدة مش عارف ايه تفنن فيه ارضاء المريض لكن كلهم بيعملوا حاجة مخيفة جدا ادكشن فيه صورة في الفيديو السريع قوي ده الصورة دي مخيفة لو دقاتوا فيها ولد ماسك كيس فيه بلاوي سودة اللي جوا دي وحطه على بقه وبيتعامل معه وبينهم شديد جدا لو لحقتوا ايوه حاجة زي كده الصورة دي الولد نفسه حاطت وشه في الكيس بلا وعي الولاد الصغيرين الجيل الجديد انا بتكلم عن مستوى العالم على مستوى الوطن العربي والعالم على فكرة المصيبة هنا في مصر اقل من الموجودة في الوطن العربي انا عايز اقولكو ده في الوطن العربي في الخليج مثلا موضوع الفاست فود وموضوع الوجبات السريعة والبتاع اللي بيتحط بسرعة كده ويتاكل كده على طول ومحلات السندوتشات اللي انتوا عارفينها دي لا حاجات دي هناك مكتسحة هنا لسه فيه شوية الحاتي شغال بيعملنا شوية لحم حيوين ماما بابا النهاردة مصممين يعملوا لقاتش في البيت وتاكل في البيت ففيه بيوت لسه بتعمل اكل فيه حاجة لطيفة جدا انا بشجحها جدا الناس اللي بتدرش تطبخ الناس كبار في السن مشغولين بتاع فيه ستاته عاملين مشاريع نساعدهم عاملين اكل بيتي لطيف جدا ما تشتنوا منهم فلانا قالوا مساء الخير بعتين لنا الاكل طالما نضيفه وانت جربتها وجربت مرة في اتنين فتناله جنبك ومعارفة تعملك او تيجي حد يعملك الاكل في البيت لو انت مستطيع قادر لو مش قادر يا اخي لو كانت فيه البنت عامله في البيت بايدك افضل منهم مرة من الفاستفود ابنك معرض لسمنا ابنك هيدخن منك يدخن منك دي مش سهلة مش هتعرف تجيبه تاني لان الواد صغير عبال ما يدرك خطورة الكيس اللي عمال يفتحه وفيه كم السوديم وملح عامل ازاي وعبال ما يدرك خطورة الفاستفود اللي فيها فعلا نسبة ادمان حقيقي لان الواد تاني يوم بابا هاتفلوس ليه عايزي روح اكل في المطعم الفلاني يا ابني ما فيه اكل في البيت لا 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 انا عايزي روح اكل في المطعم الفلاني الواد تصرف تصرف من منين ده جو هاتفلوس عشان اروح اجيب بتاع لها الحباية ولا السجارة جو كده ادمان هو فعلا فيه حاجة في الاكلات دي ادمان فاتك يا نهاردة حوار ممتع جدا مع ضيفي العزيزة الخيمة المال كبيرة الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية الطب جامعة عن شمس والموديل هو واحدة جراحات السمنة بمساش وواد النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بنجل ترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف دولة دولي في الجودة في جراحات السمنة الاسرسي ضيفي العزيز أهلا بك دكتور كريم أهلا وسهلا عايز أستاذ لك سؤال عابر كده وانت كلمك مع المرضى قبل وانت بتجهز العملية أو حتى معاليها بتلاحظ الأكلات اللي ممكن العيان فعلاً يكون من منها إيه؟ في البداية حياتي لحضرتك وكل أستاذ المشاهدين وكل فري العمل الحياة طبعاً طبيعة الأكل احنا عندنا يمكن مختلفة شوية في مرضى السمنة هو عنده عنده الانسولين متوفر بصورة مرادية هي بيدفعه للأكل اللي هو فيه طاقة عالية ويمكن كل أنواع الأكل اللي حكي يمكن ذكرتها هي دي بتبقى الهدف اللي هو بتاعه جسم مريض السمنة المفرطة هو جسمه كده هو عايز حاجات فيها كالورز عالية وكل الكالورز العالية دي مش لها الفاست فود الحاجات اللي هي مشبعة بالدهون مشبعة بكمية طاقة عالية جداً فطبعاً هو الجسم لا يرضيه إلا ده يعني هو عنده كده عنده نهم للحاجات اللي هي هو مش عايز يأكل أكله فهو ما قال أكل السلطة والحاجات اللي هي الحوم والحاجات الأكل البيت اللي هو المتعايد اللي ده لن يكفي أو يرضي طموح أو متطلبات مريض السمنة أو اللي عنده سمنة مفرطة وده دايماً كنا بنقول إن الوزن اللي هو تسعين كيلو عايز يوصل لثمانين إن شاء الله هتقدر المت كيلو لتسعين هيبقى صعب أكتر المية وعشرة عشان توصل بقى للأوزان التانية ده فيها صعوبة أكتر يعني لو زودنا بقى كلما زادت مناعة الإنسلين كلما زاد الوزن زادت مناعة الإنسلين الهرمونات بتاع الجسم اتغيرت خالص فطبعاً أنت يعني أنا مش بحفظ الناس بس هو كان بيقولها يعني دايماً إنه زي بزقف عربية ما طلع كده يعني هي طبعاً لما الجسم بيتمكن منك هرمونياً بيبقى فيه صعوبة شوية أنت تنزل وزنك بالتنظيم الغسائي فهي طبعاً مرض السمنة معزورين إنه هم معتمدين على الأكلات اللي هي بترضي الجسم اللي هي فيها طاقة عالية وحاجات طبعاً كلها يعني معتمدة على زيادة فعلاً الصوديوم وزيادة الملح الشديد كل الأكل خارج البيت لازم تلاقي فيه كمية عالية جداً من الدهون مشبعة بالدهون كمية عالية جداً من الأملاح الزائدة فطبعاً وده اللي يمكن يرضي طموح مريض السمنة المفردة وده صورة مرضية احنا لازم نساعد الناس بصورة طبية ما نجريدهمش لأنه ده جسمه وده وضعه وده متطلبات الجسم في ذلك يعني من ضمن الجودة والجمال في منهج الطبي دايماً ان الطب عنده توقع لكلمة الفشل دي موجودة حتى في كتب الطبية مثلاً ان احنا نقول causes of failure في الـ operation الفلانية فلو انا كلمت على فشل عملية تتوقع انت الفشل يكون جاي من القرار اللي في البداية اختار عملية خاطئة؟ طبعاً طبعاً يعني فيه دايماً احنا بنقسمها لي انا مثلاً رايح اعمل عملية لانقاص الوزن في عمليات حديثة متعرف عليها زي تكميم المعدة بالمنزار تحويل المصار المعدة بالمنزار لانقاص الوزن تحويل المصار فيها تحويل المصار معدى مصغر فيها تحويل المصار معدى كلاسيكي فيها تحويل المصار الاثنى عشر فيها عمليات تحت الفحص اللي هي الساسي اللي هي التكميم مع التحويل لم تقرر هولياً عشان بس يبقى احنا بنحط كل حاجة عمليات تعتبر تحت البحث تجربية تحت البحث عشان بس فيها لغة كتير في المجال الطبي يعني اللي عايز يعمل هي عادي هي بس يبقى تحت الفحص يبقى أنا عارف أن أنا بعمل العملية دي تحت الفحص اللي هي الساسي أو التكميم مع التحويل عملنا العملية دي تكميم المعدة كما يجب عملية يعني احترافية هتنجح إن شاء الله جراح محترف عملك عملية في مكان آمن بمستلجة طبية حديثة أنت إيه اللي هيخليك تفشل؟ هتمشي كويس بس فيه جزء طبعا منقر يخليك تفشل أن أنت ما يكونش عند للمريض عنده القدرة أنه هو يتابع الكتالوج المناسب لعملية التكميم أو الجراح ما عندهش الخبرة اللي يديها للمريض اللي يتخليه يستخدم العملية الاستخدامة الكويس عنده ممكن تقص المعدة وخلاص وتمشي الأمر كويس أنا كجراح إن شاء الله يعني معظم المراكز الطبية في مصر عنده اللي احترافية الكافينات قص المعدة بالشكل ده ده حتى والله فيه فنيات يعني أكتر الشكل ده على الفكرة احترافي جدا جدا يعني الأنميشن ده جميل جدا الأنترمب اللي تحت ده لو سبت الأنترمب كبير أيرجع الوزن زياد ولو قصيت منه زيادة يخلى حركة المعدة قليلة ده الأندرمب القوبة المعدة اللي فوق هي عاملة زي البناناشيب قوبة المعدة اللي تشالت دي لازم تشال باحترافية لأنت لو سبت فيها كمية كبيرة هتوسع مع الوقت والجزء ده بقى فيريسن ضعيف جدا يوسع على الوقت على المسافة صغيرة كمان لو فيه فتأة في الحجاب الحاجز لازم يتصلح ما تسيبوش وأحيانا فتأة الحجاب الحاجز هو مش محتاج العين اشتك منه لأنه أحيانا ما بيديش أعراض النمرة التانية إن الجراح لازم يكتشف الفاتئة برضو لأن طبعا أحيانا بقى فيه بستيريور برولابس المعدة أصلا هي متزحلقة في فوق مستوى الحجاب الحاجز ومتكونش واضحة أثناء الجراحة محتاجة الخبر الكافي فيعني دي عاملية زي تكميل المعدة يعني محتاجة احترافية شديدة في أن انت تعملها مش جاست أن هي بتقص المعدة عملية تحويل مصار المعدة المصغر محتاجة احترافية شديدة أن انت تجري عملية تحويل مصار لونج نارو باوتش معدة طويلة تقص معدة طويلة دي تحويل مصار معدة الباوتش دي يعني الأول وهلة دي تحويل مصار معدة كلاسيك اللي بتعتمد على حجم المعدة صغيرة ما يمكن إجراءه في تحويل مصار المعدة الكلاسيكي لا يمكن إجراءه في عملية تحويل مصار المعدة المصغر يعني أنا بعتمد في تحويل مصار المعدة المصغر على حجم الباوتش الصغير هي عملية أنت عملت عملية وال Punk حجم الباوتش يعني دايماً كاب بياختفر بالي وبنستسألكه لحضرتك هو ليه فيه تفضلية عند المرضى العملية عن عملية حس إنه مفرع أهل وزمالك هل بخبرتك التفضلية دي جاية من كلام بعض الناس اللي بيبقى مش احترافي في تفضيح العمليات لا هو طبعاً بيبقى جزء منه يعني الناس اللي بتفضل عملية عن عملية بيبقى عنده خلفية سابقة يا إما عنده حد في الأسرة عامل عملية تكميم وناجحة فهو عايز يعمل زيه أو يعمل تحويل مصار لإن حد من الأسرة هو عامل عملية تحويل مصار ومجربها وحببها حتى إذا كان حتى ممكن ما تكونش مناسبية بس هو حابب التجربة يعني يسمنا من الأمراض اللي هي اللي هو عايز تخدم على العملية فعلاً أنت محتاجة تشوف حد يعني جرب العملية وأحياناً الأسرة كلها بتبتدي بفرض واحد والشركة اللي إحنا بنشتغل فيها في أي مكان مشترك وقت عملية بتلاقي واحد عمل عملية وتلاقي زميله عمل عملية زوج زوجة ابن أب أخت يعني تلاقي الأسرة والعمل فطبعاً هو محتاج تجربة قدامه أنا عايز أعمل عملية تكميم بس دور الجراح أنه هو يختار الحاجة المناسبة مش بنان على هوا والله لو كانت العملة مناسبة يبقى حلو وما أنت مريحه يعني مش غلط يعني ما فيهاش ضرر بالنسبة له وعملها له لكن أنا ما عملش عملية تكميم فواحد عنده ارتجاع شديد في المريء ودخل على برده الصفجس وعمل له عملية تكميم يعني هتضره ضرر جامد ما هو ده مش صح واحد عنده فتح جاب حاجز كبير ومحتاج عملية تحويل المصار ما عملهوش عملية تكميم ما ده واحد مريض سكر بعنيف والسكر كان العصاب وابتدأ يأثر على الشبكية وابتدأ يعني الأطراف والأعصاب فطبعا أنا محتاج أعمل عملية تحويل المصار هتبقى قافية طبعا من التكميم إذا كان فيه وإذا كان فيه قدرة أنه أنت تعمل عملية تحويل في الأوزان الضخمة ما عندهوش مشكلة في جدار البطن ما عندهوش مشاكل صحية قد تعويق تخدير بطرة كبيرة اعمل عملية تحويل المصار هتفيده أكتر السن الصغير رجح له عملية تكميم أكتر من عملية تحويل حتى يعني يعني الحالة العامة الاجتماعية بيتحرك عنده مفصل صناعي مش على العصاية سن كبير غير سن صغير محتاج وقت بين جوء صايا يعني عصدي اختيار الجراح قد يكون مهم أنه يقول للعيان أنت يعني دورك مش لازم تلزم العيان أنه نعمل عملية معينة أنت دورك دور استشاري أنا بعرض الرأي بتاعي بناء على ما شفت من تاريخ مرضي من علاجات من أدوية وبعد من المريض بيقول له أنا رأيي كرأي استشاري مش غير ملزم لإجراء العملية أنا رأيي الاستشاري هو إجراء عملية تكميم المعدة في الحالة بتاعت حضرتك عملية تحويل مصار في حالة حضرتك لو عملية إعادة بقول التكميم اللي فشلت دي عملية تحويل مصار هي لقافية تحويل مصار معدى مصغر تحويل مصار معدى كلاسيكي بناء على المتطلبات العامة اللي هي تسمح بيها إجراء العملية فعشان كده مش كل العملات تنفع لكل المرضى ولا كل المرضى صالحين لإجراء نفس النوع من العملية كل حاجة لها حاجة بناء على المعطيات الطبية اللي هي الموجودة عند المريض نفسه مجموعة المرضى اللي أنا ممكن أن أصفهم بأنهم ربما غير محظوظين أنهم ما عاشوش في عصر التقدم من التكنولوجي والتطور الكبير اللي حصل في جراحات السمن عاشوا في عصر ما قبله فمروا بتجارب أصبحت أبسوليت زي عزم المعدة زي تبس المعدة طب ودي حاجات اللي عاش في الزمن ده أنا بتكلم على ناس عاشت مثلا عملت النوعية دي من الجراحات من عشرين سنة ما يزعلوش مش يزعلو بس حكي لنا يعني إيه التصرف الجراحي اللي خليهوا فعلا يبقوا عندهم تفاؤل بالمستقبل ما يزعلوش كل حاجة لحل يعني أي عملية يمكن إصلاحها وأي نوع من العمليات الفاشلة السابقة أو العملية اللي فيها مشاكل يمكن إصلاحها يعني دلوقتي في يعني الخبرة بقت عالية جدا لإجراء العملية طبعا بمستارجة تضيئة على مستوى أنت بستخدم منظير هاي ديفي ناشنز عندك عيان مثلا على سبيل المسائل اللي عامت تربيس معدى فتح جراحي ممكن تجري عملية تحويل تقضيتها أيام الفتح الجراحي بعملية تدبيس المعدة السيء السمع طبعا لأنه من العملية اللي هي بتخليك طبعا طول الوقت تستبدل لعنة السمنة بلعنة الترجيع المستمر وبتبقى حياتك طبعا عايش في نقص فيتامينز ونقص تغذية ومعتمد على السكريات والشكرتات والأيس كريم والمعجنات وش قدر تاكل أي أكل فيه الرمأ أو فيه التغذية وبتبقى تحس بتوعف الشديد طول الوقت وحياتك مقلوبة لن تعرف تخس ولا عارف تاكل فبتلاقي زاد في الوزن ومحروم من الأكل فدي معادلة صعبة جدا ما بتتحلش غير بعملية تحويل المصار عملية حزان معدة يمكن أو على فكرة برضو تدبيس المعدة يمكن إلغاءه أي عملية يمكن إلغاءها يعني بس تكميل المعدة كل عملية السابقة تحويل المصار بأنواعه يمكن إلغاءه أو رجوعه للوضع الطبيعي عملية تدبيس المعدة يمكن إلغاءها عملية اللي هي الفراشة محدش يعملها دي برضو تعديل لتدبيس المعدة يعني ما تعملهاش لأن دي عملية مش موصوفة يمكن برضو إلغاءها ويمكن تحويلها لتحويل المصار المعدة عشان إيه الهدف يعني بعمل تحويل المصار ما بعد التدبيس أو الفراشة إن أنا أعرف أكل كويس اللي أنا محروم من الأكل عايز أكل كويس فعملية تحويل المصار بتدديك ده النمرة التانية عايز أخس لأن أنا وزن زاد لأن أنا باكل سكريات أنا عايز أخس فبتعمل تحويل المصار بهدفين إنقاص وزن وتأكل كما يجب زي الناس الطبيعية اللي هي بتأكل الطبيعي يعني دايما وجودك معنا إضافة كبيرة جدا لنا تمتعنا بحوار علمي راقي جدا ورشيغ جدا لا يخلو من ذكر الكثير من المعلومات وفي نفس الوقت تفنيد علمية والمقولة مش نقول المعلومة أو التصريح نقدر نقول التعبير أوضع المبنية على الدعاية والمبنية على الحوار اللي هدفه في الآخر جذب مريض بدون أن يكون ذلك مبنية على حوار علمي وهذه القضية في ممتها الأهمية فأنا أحييك على هذا الحوار دائما نورنا دكتور كريم ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب جامعة عن شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة مستشفى ودي نيل وزميل كلية الجراحين الملكية من جلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحصل على تصنيف جودة دولة في جراحات السمنة السمنة الاس آر سي كنا في مستشفى الشيفة وهي واحدة من المستشفيات المتخصصة في عالم جراحات السمنة وكان لنا هذه النظرة للتجهيزات المهمة الإكويبمنت والتجهيز في النوعية دي من الجراحات لازم لها مكان مجهز معد بشكل جيد جدا لأداء هذه النوعية المعقدة من الأساليب الجراحية خليكوا دايما مع الدكتور اشتركوا في القناة بايك العزيز أستاذنا رسول دكتور السيد الأخر أهلا بك دكتور أيا عايزة الحوار المثير ده لأنه نارضة فيه مفاجئات وحوار مهم العلمي وتفسيري مهم جدا لكن هو السؤال اللي أنا طول الوقت طول ما أنا جايب أسأل نفسي لماذا بطارة الرحل المهاجرة الآن سؤال من 1860 من أول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكتانيسكي تحت المايكروسكوب واكتشف بقرة بطانة الرحم المهاجرة أنه خارج من مكان الرحم وبدأت القصة من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفة ولا ليه قواعده الخاصة ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها أحيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ أنه ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه ده بطانة الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير أكستراردنري الغير اللي هو أكستراردنري يعني غير تقليدي آه غير تقليدي متفرد أن بطانة الرحم لو اتفقنا أنها يالجزء لو ده الرحم يالجزء المباطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقة بالدورة الشهرية إعلقته بقية الجسم كيف تتواجد هذي الخلايا في أماكن مختلفة يعني إيه مريضة تيجي تنزف من الأنف فتجد بطانة الرحم المهاجرة يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة الرحم المهاجرة يعني إيه مريضة يحصل فيه الحاح بولي وتبول أحياناً لإرادي أو متكرر فتكتشف انه مش التهاب ده بطانة رحم مهاجرة ان فيه دم في البول دم السرطان ده بطانة رحم مهاجرة يعني انتفاخ في البطن ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه قلم في العضلات ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه تعب لا تشف منه ابدا كورونيك فاتيك سندروم ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه كحة وازمة ده بطانة رحم مهاجرة يعني ايه حمى بحر متوسط وتطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه مالتوبسكولوروزيس ويطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه خلل في الغدة الدراكية ويطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه بقر في الجسم طلعه ونديول وورق ورم في العضلة البطن تطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه دمور في عضلة يطلع بطاني ترحم مهاجرة يعني ايه ألام الألم في السياتيكا والأعصاب ويطلع عن موضوع بطنة راحة المهاجرة يعني إيه يعني إيه هذا الوحش داخل المرأة وبيظهر إمتى وإذا كان ليه طوقت معين فإزاي كمان يطلع لبنات لسه الدورة ما نزلتش إذا كان إحنا بنقول مرتبط بالدورة يعني لو قلنا إن خلايا بتنتقل عن طريق الأنابيب وتخرج بره يعني فنلاقي إن هو موجود لبنات مش موجود ليهم أرحم أصلا وفي بطنة راحة المهاجرة الله مش كنا بنقول لو شننا الرحم نعالج بطنة راحة المهاجرة طب اللي ما عندهاش رحم عنده بطنة راحة المهاجرة إزاي طب مش قلنا لو شننا الرحم والمبيضين بالتالي إذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طلعها من التبويد فشننا المبيضة هو وإذا كان هو بينزل من الرحم فشلنا الرحم اهو فتتحل المشكلة فلاقي ان فيه بطالة رحم مهاجرة يعني ايه بعد سن انقطاع الدورة وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني جملة خطأ انه سن انقطاع الدور سن اليأس ويطلع بعديه بطالة رحم مهاجرة الله يعني ايه ان بعد انقطاع الدورة وتاخد بعض الهرمونات التعوضية فتنتشر بطالة رحم المهاجرة طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه طب ايه كمان بطالة رحم المهاجرة هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي وهل بطالة رحم المهاجرة هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيس اللي تشوكلت يعني الكيس اللي موجود الكيس اللي تشوكلتة اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفيرين واكسترا اوفيرين يعني ايه يعني في المبيض وخارج المبيض وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض يعني لو جدت في المبيض والأعضاء المجاورة ليه فدموها داخل الحوض يعني خلاص بالمجاورة بدأ المرض ينتشر من عضو إلى آخر بالتلامس بس تفصل إزاي للي راحت الرئة وتفصل إزاي أن يحصل كاتامينيال نيوموسوركس يعني يحصل فيه تجمع أو هواء داخل الرئة شهريا أو مع الدورة الشهرية أو يحصل كحة دموية شع حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطاني ترحم المهاجر راكم واحد هو أنا جالي ليه بطاني ترحم المهاجر زي أسئلة كتير جدا من البنات مش مانا للي جاني بطاني ترحم المهاجر وده خلل ولا وراسة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي دي فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له الطبيعة هرمونية لطبيعة تأثيرها هرمونية لأنه برضو وليه علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتولي إيها تقول لك بدأ بس يتكون بدأ يتكون التهابي شكل التهابي وصل لمرحلة الصديق فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحان الحتة دي مهمة قوي حتة مهمة قوي حتة أنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما يسمى بارتيكولات سيستيب بورولي فريشي اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن إنتاج الخلايا أو التعامل مع الخلايا ده الجهزة للتصدي للالتهاب زي الطحان فتضخم الطحال هنا في مرض في حالة مش المفروض تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه نفكر أنه ده قد يكون مرض قد يكون أوراق لكيميا لكيميا للمفومة الكلام اللي هو ده اللي كن السراطنات خالص أو إذا كان بدأ يحصل سراطنات الدم أو بدأ يحصل أيوة أو بدأ يحصل زي ما أنت قلت إيه بدأ يحصل وبدأ ينتج بقى عيبر بليزيا إحنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني إيه النهاردة تأكيدية وستيب باي ستيب للناس عشان أنا نفسي كان يفهموا النهاردة بجد كيف تنشأ أو تصنع بطانة الرحمة المهاجرة ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي وإيه هالتوازن ما بين هرمون الإستروجين والبروجسترون ولو هو مرض أصلا بيعتمد على غذاءه الحقيقي الإستروجين هرمون الإستروجين هرمون الإلوسر وبالتالي يبقى فيه خلل فيه خلل لإنتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الأدواء الخارجية تبقى هرمون البروجسترون هو بروجستروجين زي كلها المصنعة بكل أسماءها المختلفة عشان يعادل الإستروجين وبالرغم بعض الأدوية اللي بتبقى بنيديها زي النزائر الجنادوتروبين عشان توقف الإستروجين اللي نلاقي برضو المرض أحياناً على بعض الأدوية اللي توقف الدورة بينتشر وبيكبر إيه ده؟ لإنه هو عنده مصنعات الإستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الإستروجين العام في الجسم هو كل بقرة بقى تطلع إستروجين خاص بيه شوف قدي قدي ماكرو ولقمه وعنفه ولما بتدي بعض الأدوية زي الأرموتزن هيبتورز اللي بتدور إنه ما يكونش الإستروجين فيبدأ يتحسن الوضع ويأثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هم أرايب واللي نسهب بالبيطانت رحم الماجر تبقى موجودة فيهم تصل أحياناً لطبع أضعاف نلاقي كمان عندهم إن نسبة البروجسترون في جسمهم أقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة فيها الأرضية اللي موجودة فيها بتانت الرحم والتوازن مع الميتالوبروتينز إنزايمز والتيشو الميتالوبروتينز إنهيباتورز يعني إنزيم موجود في بتانت الرحم مسؤول على إنتاج الخلايا بتاعت بتانت الرحم وواحد تاني يوازن إن البطانة دي ما تتوغلش فإزاي واحد يبقى أقل من التاني فتلاقي إن البطانة تتوغل لما تخرج برة مكانها الطبيعي فتتوغل في الأنسجة ليه عندها استعداد تبقى إنفيزف تغزو الأنسجة تخش تحت البريطون يعني إيه ده؟ إيه الكدرة دي؟ عندنا نظريات مختلفة ولكن النهاردة بس عشان يبقى الحالة دي ما تعديش لأنها صعب إنها تتكرر بجد لو إحنا هبدأ بحالة إن إحنا بنتكلم على بطانة رحم المهاجرة وعلاقتها بالمسانة البولانية حالة سين ولا حالة نون؟ قبل ما نتكلم بس نبص بصة صغيرة هنا لو إحنا قلنا رجعنا للستوديو هنا قلنا ده الجهاز البولي كليتين كده كليتين حالبين مسانة بولية رحم رحم كليتين هل ممكن بطانة الرحم المهاجرة؟ لو كده واضحة الأمر قولي أه بس أريد سيشيل الكب تبعيته هنا بشيل ده كنا؟ أيوة كنا تماما واضحة الصورة كنا؟ أهل وقت كليتين الكليا تنزل البول من الحالب حيروح المسانة البولية والمسانة البولية على بارة على مجرى البول خارجين إزاي بطانة الرحم المهاجرة؟ احنا اتفعنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله لكن إزاي توصاب المسانة البولية بطانة الرحم المهاجرة؟ إزاي توصاب الحالبين بطانة الرحم المهاجرة؟ إزاي توصاب الكليا بطانة الرحم المهاجرة؟ المسانة البولية ممكن تصعب المسانة البولية بيبطنت الرحم المهاجرة يأما برايمر ليجن يأما جالها فيها مبدئيا مباشرة فيها أو اتنقلها بالجوار يعني يأما أثناء الجنين في بطن الأم لو قلنا المسانة البولية هنا يبقى ما بين المسانة البولية والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يأما بين فازايكو يوترين أو فاجين وفازايكل يأما بين الرحم والمسانة البولية يأما ما بين المسانة البولية والمهبل يفضل كامل الأنسجة دي لغاية لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الأستروجين والدورة الشهرية تنشط الخلايا دي اللي موجودة في علاقاتها بالمسانة وتبدأ على سطح المسانة وتتوغل لداخل المسانة أدي لو كان برايمر ليجن في المسانة البولية يأما إيتروجينيك يعني بسبب جراحة قبل كده جراحة قبل كده إيه في الرحم أثناء عملية قيصرية أو السقصة الرحم أو السقصة الورام ليفي بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المسانة البولية لو جرحت أو بقت على الخلايا الخارجية فتنزرع جوه يبقى ده شكل من أشكال المرض الموجود في المسانة البولية تيجي المرأة تشتاكب إيه؟ تشتاكب إيه؟ تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على إنه سرطان في المسانة البولية هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجرة في المسانة البولية؟ آه ممكن نسقصة للورام؟ آه عن طريق إيه؟ يأما نخش بمنزار مسانة بولية؟ منزار في المسانة البولية؟ يأما على منزار البطن ونتعامل طيب ده هنتعامل النهاردة ممكن نعرض أكتر من خمستاشر حالة من داخل المسانة البولية اللي فوق دي الدكتور حطت إيدو عليها دي المسانة البولية دي المسانة البولية وتحتها الرحم وتحتها الرحم آه تحتها الرحم لكن احنا هنا كمان هنعرض عن حالة بدأ يحصل تلايف وبطانة رحم مهاجرة أصابت الحالبين لدرجة قفلت عليهم وبدأ الحالبين دولة يرتشحوا يعملوا ضغط فقط؟ يعملوا ضغط لو اعتبرت الكليا دي بتنزل البول كده آه والكلية دي بتنزل البول كده آه وبعدين هينزلوا في المسانة أيوه تتميل المسانة يخرج البول برا لو اتضغط هنا وهنا بيبدأ يحصل إيه؟ حوض الحالب ده يتوسع يتوسع وبعدين حوض الكلا لو بدأ يقفل يقفل لدرجة قفل تماما الكليا دي مش عارفة تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لوس وبعدين يحصل لها اضمحلال وتنكمش وتفشل تماما يعني بمعنى أضاك لو احنا اعتبرت عاوز أقولي ان حالبين رجعنا بس الصورة دي كده تننقرب منها حالبين أكد ان كل واحد منهم بينازل اهو نرفحها بقى شوية دي لو احنا قلنا قادي الحالبين ماشي ماشي واضحة كده اه والأخدر ده حالب وبينزل نقاط البول والأزرق ده حالب تاني وبينزل نقاط البول لغاية لما المسانة البولية تحت بتتجمع ولما المسانة البولية تتجمع منها البول اللي نازم من الكلة باستمرار كده هنفض المسانة لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهمر ده وبالتالي يحصل ايه؟ ارتشاح في حود الكلة ارتشاح في حود الماء باستعالة نبدأ من مدام نادية فرحات مرض بطاني ترحم المهاجرة داخل المسانة البولية نقدر نستقصل الورم بالكامل بالمنزار عن طريق البطن وجزء عن طريق مسانة البولية حالة مهمة في منطقة مهمة صعبة صعبة جدا وانها لو قلنا انها انها نادرة لا ده تصل دلوقتي مسانة البولية في مرض مسالك البولية اكتر من 80% من الحالات بتبقى موجودة في المسانة اكتر من 40% من بطاني ترحم المهاجرة المتوغلة موجود معها مسانة البولية من شكل اذا كان ساطحي او بدأت موجودة في العمق تعال نشوف تعال نشوف مع بعض او بدأت موجودة في المسانة او بدأت موجودة في المسانة مدام نادية دي عندها الام رهيبة وتشخصت على اساس انها ورم سرطاني في المسانة اتخذ عينة من المنزار من المسانة في معهد القومي للسرطان وجات للمريضة وكان فيها بطاني ترحم مهاجرة لما اتخذت عينة بمنزار المسانة جات المريضة ادي منزار البطن واحنا بنفك التصاق ما بين المسانة البولية وما بين الرحم فكنا الالتصاق نسرع شوية الحركة لو سمحت انا هنا هنعمل ما بين منزار البطن وما بين منزار المسانة البولية دي اول حالة من حالات بطاني ترحم المهاجرة الموجودة في المسانة البولية انت نورتنا خليك وسعدت بهذه الزيارة سعدة غامرة وفي النهاية رسالة اسمحة منك انت اللي هتخذت من النار ليه جمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفة الحقيقة الكاملة لمرض مثل البطنة الرحم المهاجرة بابعاده الحقيقية بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطرته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا البربنتي بيتر دان كيور او البربنتي بيتر دان كيور الوقاية خير من العلاج والوقاية دائما لا تأتي الا الا بالمعرفة ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الاخراج يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من التقية انك يبقى في جزء من الوقاية لكن لما ربنا يقوله وذلك اقرب للتقوة التقوة هنا مش معنى انه طقي يعني طيب او انسان وارع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقاية من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض الحقيقة انت نورتنا واسعدتنا ويعني فعلا استفادنا استفادة كبيرة جدا من هذه ودايما مبتع ودايما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيلي عميق جدا لمثلا المرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعده وبتجيب لي حاجة جديدة للغاية عايز اقول حاجة مهمة جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجرة مصرية اسعدني حواري جدا مع سيدة فاضلة عظيمة جدا مصرية تعيش في المانيا حقيقة اسعدتني جدا بحوارها واستماح علينا لقاء مع صديق في هولندا استوز الياس الناس دي بتتفرج علينا وبتتفرج علينا بجد واسعدني جدا احساسهم هما بيقولولي ان احنا بنبقى مبسوطين جدا وحنا بنقدمكم لأمريكان او الهولنديين او الالمان على ان دول هما المصرين الحقيقين خليكوا دايما مع المصرين الحقيقين وخليكوا دايما مع الدكتور مناقشات ثرية لدعم صحة المرأة تمت خلال مؤتمر يضم أطراف المجتمع المصري من داخل مقر السفارة البريطانية تحت عنوان متحدون من أجل صحة المرأة الذي نظمته شركة استرازينيكا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بدعم من السفارة البريطانية والذي ركز على مدى أهمية التعاون بين كافة الأطراف المعنية من أجل توفير رعاية صحية أفضل للمرأة في مصر عقد المؤتمر في ضيافة السفير جاريث بيلي السفير البريطاني في مصر بمقر السفارة والدكتور حاتم الورداني رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر والدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية والدكتور هشام بدر نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا هذا إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة الجدير بالذكر أن شركة أسترازينيكا تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الطبي في مصر وتنفيذ مشروعات مختلفة من أجل صحة المرأة بالإضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المعنية بهدف زيادة الوعي حول الكشف المبكر لسرطان الثدي شركة أسترازينيكا لها دور رئيسي وستراتيجي خاص مبادرة صحة المرأة يمكن لنا دور فعال جدا في تدريب الكوادر الصحية وده تم في خلال شراكة ممتدة في آخر الثلاث سنوات مع وزارة الصحة ومختلف الهيئات لغرض منها أن نرفع كفاءة الكوادر الطبية وفي نفس الوقت بنشتغل على التوعية للسيدات بالكشف المبكر عن أمراض الثرطان الثدي وتوفير الجينات التشخيصية والاختبارات التشخيصية تبقى متوفرة هنا في مصر بالحقيقة المبادرة الصحية صحة المرأة والنجاح اللي حصل فيها كان بالنسبة لنا حافظ مهم جدا أن احنا ناخد التجربة دي وننقلها لمختلف الدول في أفريقيا ومن هنا ابتدى اكتون كانسر كير أفريقيا أو التحول السريع لمكافحة السرطان في أفريقيا طموحنا أن احنا نوصل لمليون شخص نرفع الوعي عن مختلف أنواع السرطانات وفي نفس الوقت المختلفة بحيث أن الدول الأفريقية تتعلم من التجربة المصرية ويبقى فيه الكوادر التوبية اللي بتتحرك ما بين مختلف الدول الأفريقية أصد زينك شركة عالمية شركة انجليزية سويدية بس في نفس الوقت هي شركة وطنية مصرية مصنعنا موجود في السادس من أكتوبر فإن كان أكتر من 16 سنة وإحنا متواجدين في مصر أكتر من 50 عام بنولي أهمية رئيسية لتطوير الكطاع الصحي نشتغل بمجهودنا لـ 700 موظف أو 800 موظف اللي موجودين في أصد زينك لخدمة المريض المصري إن شاء الله الفترة اللي جاية حتشهد استثمارات في الكطاع الصحي في مصر إحنا بصدد زيادة استثمارنا تقريبا أضعاف استثمارنا في التصنيع المحلي بحيث أن نوصل 80% من الوحدات المباعة لأصد زينك هتبقى مصنعة محلية وده طبعا بيتماشى مع رؤية الدولة في توطين صناعة الدواء في مصر الفترة اللي جاية كمان حتشهد والسنة دي حتشهد إن إحنا عندنا تقنيات مختلفة للتشخيص المبكر والتحليل الجيني ومن هنا حييجي استخدام الزكاء الاصطناعي وإنزاي بموجود بحلول مبتكرة للمريض المصري استثمارات جاية في أدواء جديدة وأدواء اعتباء متوفرة بنسعى لتقريبا 30 دواء ما بين دواء وإنديكيشن أو استخدام مختلف للدواء في مصر في الفترة التلس سنين الجاية نعمل إن شاء الله إن المجهودات دي تشتغل على رفع كفاءة الكطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة للكطاع وفي الأخص خدمة المريض المصري دور الحكومة بريطانية كحكومة تانية أن نفتقر بإعلاقاتنا ما بيننا وما بين شركات زي أسترزينيكا شركة بريطانية مشهورة جدا لنتعاون مع الحكومة المصرية في الاستثمار في هذا المجال المهم مثل ما تفادل بالقول هناك طبعا تحديات تباجه المرأة المصرية وخاصة في مجال سرطان الثدي فإزاي نتعامل مع بعض كالمجتمع كشركات كهكومات كالمجتمع المدني معا لنستثمر في هذا المجال وفي تعاون الكامل مع المبادرات الرئيسية هنا في مصر أسترزينيكا نموذج زهبي لشركة قادرة ومستعدة أن تستثمر في مصر وأن تبنى مصنع جديد وتستثمر في تصنيع محلي ومن هذا المنطلق من الممكن لشركة زي أسترزينيكا أن تساعد في بناء مجال لتصدير الأدوية المصرية للقارلة الأفريكية لشق الأوسط والعالم الكل بشكل فما هي دور ما هو دور السفارة دور السفارة أن يساعد شركات مثل دي أن تفهم مصر وتفهم احتياجات مصر وتفهم احتياجات مصر في مجال الداخلي وفي مجال التصدير يعني لحد كبير فهي دور بسيط جدا بس أنا كسفير أبني كبري جسر مبين شركات زي أسترزينيكا شركات أعالمية زود قدرة جميلة جدا ومصر فإن شاء الله هنجح في دولي احنا هي العامة الرئيسة زي ما أنتم عارفين احنا تم إنشاءنا بقانون من أربع سنين واحنا قدد الدولة المصرية لتقديم الخدمة الصحية في مجال السرطانات والمبادرات المريض بتاعنا احنا عندنا خريطة طريق واضحة لرحلة المريض أو رحلة المنتفع بتاعنا من أول كمان ما بنعمل مبادرات والاكتشاف المبكر ثم اللي احنا نقدر ندخله في إطار خطط علاجية عالمية محدثة متدرب عليها الاتقم الصحي في الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي وهتلاقي كل التكنولوجيا من أول تكنولوجيا للاكتشاف المبكر والمعامل ولغاية الراديولوجي أو العلاج التشخيصي لغاية ما احنا كمان نبص على جينات المريض عشان نعرف العلاج الشخصي أو البرسونيلايز ميديكيشن مانجمنت كمان الفترة الجاية هنشتغل بالزكاء الصناعي إن شاء الله وهذا الزكاء الصناعي يساعدنا في التشخيص الأسرع وتشخيص الأدق للمرضى بتوعنا احنا النهاردة بنحتفل مع شركة أسرع اللي هي واحد من أهم الدعمين للمبادرة مبادرة مبادرة صحة المرأة من أهم الأمثلة لإزاي تعمل برنامج قومي بيشتغل فيه كل الهيئات الدولة وكل الوزارات المعنية بالصحة والهيئات اللي مسؤولة عن توفير الأدوية والسماح بإن الأدوية تبقى موجودة وإن إحنا إزاي جزء الإعلامي إن إحنا إزاي نوصل للمرضى وإزاي نوصل للسيدات يعني واحدة من أهم الأمثلة وجزء أساسي في الأمثلة دي طبعا العلاقة بالشركات لأن الشركات بتقدم دعم في أجزاء كتيرة جدا والمشروع كان يعني جاذب جدا للشركات وللشركاء الأجانب كمان يعني إحنا سعداء جدا النهاردة في هذا اللقاء في سفارة البريطانية بالتعاون بين علشان اليوم العالمي للمرأة بين صحة المرأة الممثلة في المبادرة الرئاسية صحة المرأة وزارة الصحة كل الجهات المهتمة بصحة المرأة داخل مصر ومعلي السفير البريطاني الحقيقة هذا التعاون مهم جدا جدا لأن إحنا يمكن من الأهداف الأساسية في أن إحنا نوصل بهذه المبادرة الرئاسية زي ما الحمد لله تم الإشهادة بيها من منظمة الصحة العالمية للوصول للمعاير العالمية اللي حددتها منظمة الصحة العالمية علشان في نجاح المبادرات عموما واللي هي ثلاث حاجات مهمة إن إحنا قدرنا الحمد لله نقلل الحالات المتقدمة من 70% ل20% فقط إن إحنا قللنا الحالات وقت التشخيص من أكثر من 60 يوم ل49 يوم وكمان إن إحنا كل الحالات دلوقتي بتعالج في ما يسمى بكونسولتو الطبي سواء في مستشفىات وزارة الصحة وزارة التعليم العالي مستشفىات الجيش والشرطة وخلافهم الحاجة المهمة جداً كمان إن مش بس إن إحنا بنروح يعني شفنا حوالي 29 مليون سيدة تم عمل خدمة ل46 مليون زيارة موجودة على مستوى مصر كلها ولكن المساواة يمكن دي الكلمة الهم على الإطلاق المساواة في الصحة المرأة أو المساواة في تقديم الخدمة الطبية سواء كان كشف أو علاج أو علاج بأحدى البروتوكولات الممكنة دا موجود على مستوى مصر كلها من أول قاهرة اسكندرية حلايب شلاتين سينة مطروح وعملنا ما يسمى بحوالي مصر في مئة يوم لذي مئة يوم صحة علشان نقدر نشوف ونتأكد من تقديم الخدمة الطبية للسيدات المصريات في كل الأماكن واحنا تبع المبادرة الرئاسية لصحة المرأة واسمها مئة مليون صحة ودي هدفها هو النهوض بالمستوى العلاجي والصحي والطبي للمرأة المصرية وفيها جزء برضه موجه لرفع نسبة الوعي للمرأة المصرية بالأمراض الغير سرية اللي هي أهمها أورام الثادي والسكر والضغط والصحة الإنجابية وأنا ماسك الحقيقة الجزء بتاع أورام المرأة وأورام الثادي وقمنا والحمد لله بالكشف على 22 مليون سيدة مصرية كشف مبكر وكشف دوري لإكتشاف أورام الثادي مبكرا وده بيفرق جامد جدا في نسب العلاج ونسب الشفاء لأن أورام الثادي بالذات من أهم الأورام اللي بنواجهها في المرأة عالميا وفي مصر كمان نسبتها في مصر تقريبا في حدود 35 حالة جديدة على كل 100 ألف مواطن في حين أن نسبة الوفاة منها حاليا عالية والهدف من المبادرة أن نعلى بنسب الشفاء ونقلل من نسب الوفاة بالمجهودات اللي بنعملها في رفع وعي المرأة وكشف المبكر هو النهاردة إحنا مع أسترزينيكا في السفارة البريطانية أسترزينيكا الحقيقة عاملة مبادرة جيدة جدا مع الدول الأفريقية وهي اسمها cancer care أفريكا أو الاقتناء بالأورام في أفريقيا ده بتعاون مع دكاترة كثيرة في مصر وأنا كان لدي الشرف إن إحنا نبقى في أول الاجتماع اللي ده إحنا بنحاول ننشر العلم في أفريقيا وننشر تجربتنا والتجربة في الكشفات المبكرة زائد التجربة في العلاجات الفعالة وتوفير العلاجات الفعالة إلى المرضى ودي مصر الحمد لله أضعت شود كبير فيها بنحاول ننقل التجربة دي لبقيت دول أفريقيا أصر ذلك بطرعة حقيقة هذه المبادرة مع دول عديدة من أفريقيا ابتدينا في دولة كينيا دولة نيجيريا دولة الشاد ودولة إثيوبيا مع دول كتيرة صغيرة زي رواندا ودول حقيقة ما بيبقاش عندهم ده كاترة كفاية ولا أجهزة كفاية ولا أدوية كفاية فنقل العلم ونقل الخبرة ده بيبقى مهم جدا ليه هو النهاردة احتفال السفارة البريطانية بالمبادرة مع لجنة صحة المرأة والمبادرة حاليا لها أربع سنين شغالة متعتمد من أنجح المبادرات في جمهورة مصر عبية إذا ما كانتش على مستوى العالم والحمد لله لكل أشاد بيها لأن الحكومة صخرت لها كل الإمكانيات لدعم صحة المرأة على مستوى الجمهورية وتم الكشفة تقريبا على 18 مليون حتى الآن وتقوم بتوفير جميع الأدوية الخاصة بالمرضى مجاني والفحوصات والحمد لله نجحنا أن نقلل عدد الحالات المتأخرى عندنا وبالتالي المريض المتأخر ده بيبقى أعمالي للمشاكل تلك جدا تكلفة العلاق غالية ونتائجه مش قوي فبالتالي نضطر كل ما نكون الكشف مبكر كل ما تكون الحالة جاي بدري كل ما تكون نسبة شفاء عالية كل ما نستفيد بالفرض ده كفرض عامل في المجتمع بتاعهم احنا هدفنا الارتقاء بالتدريبة الطبية وبالمنظومة الطبية كلها في مصر بالنسبة لتدريب الأطباء بالنسبة لوجود كافة الأدوية علشان نقدر نحنا نوصلها لكل سيدة وكل مواطن محتاج ان هو يوصل إلى هذا العلاج التعاون بساعة نحن نحسن بروتوكولات العلاج بتاعت المنظومة في مصر كوية جدا طبييا بالمناسبة يعني احنا بنقدر ان احنا دكاترة عندنا بيسفروا بره بيعلموا الناس واحنا من دلوقتي بقى فيه عندنا تشراكة مع أفريقيا بحيس ان احنا بندرب دكاترة اللي في أفريقيا اما بيقولنا هو مصر او احنا بنوصل لغاية عندهم دمن الشراكة المصرية الأفريقية احنا دلوقتي في مصر بنتمتع ان بقى حلم كل طبيب أو رام ان نعالج محليا زي عالميا تخيل حضرتك الحلم تحقق طب الحلم ده تحقق ازاي اتحقق بمجهودات عديدة بس من غير اراضة سياسية ما كانش ده ممكن يتحقق فحضرتك جات المبادرة الرئاسية لصحة المرأة لصحة المرأة انا مش باهتم بس بعلاج السرطان لأ انا بابتدي زي ما بنقول كده خطوة اصبق ان الكشف المبكر ان اعرفها ازاي تحافظ على صحتها ان بوزنها ان بقيس ضغطها بشوف عندها سكر ولا لأ كل دوت حضرتك حضرتك عارف ان الصحة المرأة المصرية هي القور اللي احنا يعني هي العيلة بحلها فحضرتك لما هي بقى عندها وعية للاعتناء بصحتها ده بينعكس على افرط صحتها